بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة الاثنين 19 نيسمبر بإذن الله هنبدأ النهاردة محاضرة من ضمن الموسم من محاضرات الموسم الخامس لمنتدى التصنيف والوراثة والتنوع البيولوجي والعلوم الدائمة لها هذه المحاضرة السادسة المحاضرة السادسة دي تحت عنوان دور علم الجينوم المقارن ونهج تحليل الجينوم على نطاق واسع في تحديد الشبكات الجزائية المرتبطة بالإجهاد في النباتات محدثنا اليوم الدكتورة هبة عبيد سوف يتفضل الدكتور بدر أستاذنا طبعا وأحد رؤساء الجروب أو المنظمين للجروب بالمشاركة مع الأستاذ الدكتور أشرف توفيق من جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور سامي ربيع من جامعة دمياط طبعا دكتور عبد الفتح بدر غني عن التعريف أستاذ بجامعة حلوان ووفق عامر محدثكم من جامعة القاهرة تفضل يا دكتور بدر تفضل بتقديم الدكتورة المحاضرة اليوم الدكتورة هبة تفضل يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهد المصالين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يطيب لي تقديم الدكتورة هبة عبيد من كورية العلوم جامعة دمياط أستاذ مساعد الملكل الفيسيولوجي أو الفيسيولوجيا الجزائية للنبات في كورية العلوم جامعة حلوان البكتورة هبة حصلت على درجة البكتوريوس سنة 2005 من قسم النبات بكلية العلوم جامعة دمياط كانت وحصلت سنة 2009 على الماجستير من جامعة أظن من نفس الجامعة في رسالة بعنوان الأساس الجزائي لتحمل الجفاف في نبات دوار الشمس أو عباد الشمس ده كان من جامعة دمياط سنة 2013 الدكتورية بها حصلت على درجة الدكتوراه بعنوان في مجال في الرسالة بعنوان ملوكولور فسيولوجيكا رسپونس أو سم ايجيفشان ويت بارات استودراوت لها الأسس الجزائية الفسيولوجية لتحمل بعض أصناف القن المصري للجفاف دي كانت بقى من جامعة الدمياط فعلا كانت جامعة الدمياط استخلت عن جامعة المصورة وصارت جامعة مستقلة وهي جامعة شابة جدا لأن كل عضاء تدريس فيها مشاهد شباب ومجتهدين و الدكتورة هيبعت عينة مدرس في الفترة من 2013 إلى 2020 سنة 2020 حصلت على أسر مساعد في فسيولوجيا النبات الجزائية الدكتورة هيبع حصلت على عدد من التقديرات بعضهم لفت للنظر جدا أحسن رسالة ماجستير سنة 2012 وأحسن رسالة دكتورة سنة 2015 وجائزة الجامعة التشجيعية سنة 2018 وفي الفترات من 2015 لل 2018 و2021 كانت بتاخد جائزة أحسن نشر علمي في جامعة بنيات وحتى في سنة 2017 في مؤتمر عن في جامعة الأزهر حصلت على جائزة أحسن بوستر الدكتورة هيبع برضو لها تواصل مع الخارج والتعاون دولي يمكن أكثره مع جامعة في بريطانيا ودي كانت أول مرة سفرت لها في سنة 2013 وزارة مرك في كلية العلوم المنلكة المتاحنة واشتغلت عن المابينج وضع خريطة لجينات تحمل جفاف في بعض الأيكو تاعة الأرابي دوبسيز والأرابي دوبسيز هو طبعا مودل بلانت اللي كانت أغلب تجارب الهندسة الهدوثية بيتم عليه وأغلب شغل بقرسة الجوزئية بيتم عليه رجعت برضو التاني لليدز سنة 2015 في شرط بوستدوك بيزيت على حساب البعثات الهيئة النصرية للبعثات واشتغلت على تانسكريبشنال روسبونسل بريكسومال بريكسوسومال نتوك اندويت سايكومتريلا اندر دراوت يعني هي اشتغلت على الأم والأمحي ده كان موضوع شغلها في الدكتوراه طبعا وقرنته بأحد النباتات للي هو غالبا كبديل كنبات تؤثر للمختارنا بينهم ثم حصرت عامين حشاب سي بقى من من سينتر بلاند ساينس في سكول بيولوجي في ليتز وقعد من اكتوبر 2016 للمارس 2017 بكتوراه هيبا ايضا عضوة في الاجيبشن سويتر بيكولوجي كالستاني الزنائية المصرية للدرسات دقيقة وعضوة في الانترناشنال ويت جونوميك سيكونس كونسورتيوم اللي هو الكونسورتيوم المتم دي السيكونس او تتابع التشفير الجيني لجينات الطب طبعا حضرت هي لها ماشر عن تميز بالنسبة لانها شابة في مطلع حياتها للاكاديمية الـ 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 في تمائف سكوبا ولها فرافات دي لها 28 تحكيم دولي يعني هي نشيطة في مجال التحكيم الدولي ودي لستة من المجالات اللي بتحكم لها ما شاء الله كلها مجالات الصف الاول من مجالات الـ بلان سانيس شارك شارك ادف شفح الرسائل تلات رسائل ماجستير واربعة بالتران وكتر شبرينجر بوكس والولي والسدير يعني دور النشرة العالمية ما شاء الله هي نشرة فيهم بوك شابتر مهمة عملت برضو بابليكيشن بي ريفيو جورنال النشرة بتاحها في المجالات متميزة وإلا ما كانتش هتاخذ الجوائز للدولة النشرة الدولي المتميز وطبعا شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية يمكن اشهارها كان الجنوم وعي ترانسكريبشن اناليسيز الفوتو سنسيتي كاربون موتيبوليزمة في الأمر والاربودوبسيز under drought conditions وده كان في البلانتجنوم في انشارجن الموطمار وده كان في الوطن في الوالكام جنوم كامبس في الوالكام الوالكام شاركت ايضا في موطمار تاني الفوتو انسيلي فالاناليسي الفوتو اكتن الوالكام الوالكام بوليامين بوليامين بيسنسي جنس افتراتي كاربون وده كان في نفس الموطمار بلانتجنوم لكن ده كان السنة اللي بعدها سنة 2021 وفي نفس السنتر يعني ما شاء الله هي مفاركة في مموعة علمية متميزة وحريصة على ان هي تستمر معهم كل سنة وطبعا شاركت في مؤتمرات محلية كثيرة خادت على الميكروسكوبي في ليدز واخدت هايس روبوت تكنولوجي في السكول الموليكولر المملكة المتحدة انا اطاقت شوية في التقديم عليك يا دبتور اهيبة ويمكن لان في جمهور كبير دخل لما اعلننا عن بداية المحضرة فتفضلي شعيار محضرتك الدائي والدائيها لجمهورك المنتظر المتشور لسماع محضرتك المهمة تفضلي يا دبتور دكتور الو ايو يا دكتور شكرا جزيلا على تقديم حضرتك دكتور عبد الفتاح بدر بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة بشكر حضرتك على التقديم والحقيقة يسعيدني وشرف كبير لي مشاركتي النهاردة في المنتدى ويا رب قدر اوصل المعلومة بشكل مبسط واوصل للهدف بتاع عنوان المحضرة السلايد كده واضحة واضحة العنوان زي ما دكتور عبد الفتاح تفضل ودكتورة وفاء قدمته او دور علم الجينوم المقارن وتحليل الجينوم على نطاق واسع في تحديد الشبكات الجزائية المرتبطة بالإيجاد في النباتات في البداية انا حب انوه ان هو العنوان مش صعب علشان انا فيه يعني بعض التعليقات وصلتني العنوان صعب جدا ومش فاهمينه هو العنوان سهل وبسيط جدا هو بيتكلم عن المقارنة ما بين المختلفة وازاي انا بعمل الاناليسز او النهج اللي انا بتتبع عشان اعمل مجموعة من التحليلات تقدر تديني معلومات او بيانات تفيدني في فهم الريسبونسز او الاستجابات اللي بتحصل نتيجة الإجهاد في النباتات المختلفة ان شاء الله ما دكتور عبدالفتاح برضو نصحني انها تكون عامة علشان تقدر توصل يعني بدون ما تعمق في تفاصيل كتيرة خاصة بي البيوينفورماتيكس او الاناليسز في البداية انا بس عايزة اوضح ان الجينوم بتاع النبات هو ده محتوى المادة الوراثية الموجودة في الجينوم بشكل كامل بيحتوي على كل المعلومات الخاصة بالمادة الوراثية والتاريخ بتاع التعديلات اللي حصلت في الجينوم ده سواء كان لو تضاعف او اللي حصل فيه بعض المناطق فيها حزف او الاضافة او حصل فيها انفرجن الاحجام بتاعت الجينوم زي في النباتات المختلفة بتكون مختلفة على حسب النبات وهو هل هو ديبلويد مثلا ولا بوليبلويد زي الامح وبالتالي حجم الجينوم بيختلف من حجم صغير فيه الارابيدوبسيس لغاية بعض الليلز اللي بتكون الحجم بتاع الجينوم بتاعها بيكون فاق والنباتات كنوع من الكاريوتيك ارجانيزم بيتميز الجينوم بتاعها ان هو بيكون كومبليكس او معقد بشكل كبير وده الاحتواء على اماكن مش بتترجم لبروتينات اللي احنا بنسميها النان كودينج دي اني سيكوانسز النان كودينج دي اني سيكوانسز دي بيكون لها دور في حاجات كتير منها عملية الجين ريجيوليشن او تنظيم الجين اكسبريشن للجينات المختلف وبالتالي فهم المناطق دي وفهم الدور اللي هي بتقوم بي بيبقى لعائد كبير على فهمنا للجينوم ارجنيزيشن بصفة عامة او للمعلومات اللي انا هقدر اخدها من الداتا دي ان انا اقدر احسن من انتجية المحاصيل او احسن من صفات نباتات او اقارن او افهم اساس جزئي طبعا الجينوم سيكوانسز او اول تقنية عرفوا بيها الجينوم كانت التكلفة بتاعتها عالية جدا وكانت بتحتاج وقت طويل كانت بطيئة جدا ولكن هي كانت رابدوبسز ساليانا جينوم اللي هو زي ما دكتور عبدالفتاح تفضل ونوه انه هو ده مودي الارجانزم او اسمه بالانجلش ده مودي الارجانزم بيكون الحجم بتاعه بسيط دورة حياته صغيرة وبالتالي اختاروه كنموذج يقدروا عدد الكرموسومات فيه قليل خمسة كرموسومز فعلشان الحجم بتاعه صغير اختاروه كنموذج يبدأوا بيه تعريف الجينومز بتاعة النباتات علشان يقدروا بعد كده يعرفوه بشكل كبير ويقرنوا بيئة الجينومز المختلفة بيه من بعد اصدار الارابدوبسز ساليانا جينومز بدأ سنة الفين بدأ يحصل تطور كبير في الجينوم للنباتات الاخرى وحاليا كل سنة بيحصل زيادة بشكل كبير وممكن كل شهر بيحصل اعداد كبيرة جدا من الجينومز اللي بيحصل لها الكائنات المختلفة لان التقنية المستخدمة دلوقتي بتكون اسرع بكتير وبتكون اقل في التكلفة بشكل كبير جدا جدا عن اللي كانت مستخدمة زمان النتائج بتاعة الجينوم سيكوانسينج دي بتديني معلومات بتخليني قدر اعمل عن الوظائف بتاعة الجينات وعن بتاع الجينات وده كان مصاحب برضو لبعض التقنيات المتطورة الخاصة بالأوميكس تكنولوجيز او اللي احنا بنسميها علوم الأوميكس اللي هي تنتهي بالمقطع أوميكس زي الميتابولوميكس او البروتيوميكس اللي هي العلم الميتابولوميكس اللي هو بيهتم المحتوى الكلي للميتابولايت اللي موجود داخل الكائن البروتيوميكس المحتوى الكلي للبروتينات اللي موجودة داخل الكائن كمان زي ما احنا بنقول الجينوميكس هو بتعريف للجينوم بيعرفني المحتوى الكلي للجينات الموجودة على شريط الدي ايني او المادة الوراثية للكائن تقنيات زي الارن اي سيك التعريف بتاع الارين اي مش الجينوم لان الجينوم هو ستيبل وبالتالي مش كل المعلومات اقدر احصل عليها من الجينوم سيكوانسين فبقى فيه تقنية جديدة اللي هي الارين اي سيكوانسين اللي هي بتقدر تديني معلومات زيادة اضافية زي ما احنا هنشوف دلوقتي زي ايه لو مقصود بيها الجينوم سيكوانسين برضو بس لو انا عندي ريفرانس برجع لي او ريفرانس جينوم فبنسمي التقنية دي ري سيكوانسين الريليز بتاع الجينوم زي كلها بتديني معلومات خاصة بالتطور بتاع النباتات او التغير اللي بيحصل على مر الوقت على الجينوم ده حصل فيه ايه وبالتالي بتخليني اقدر ادرس بشكل اكبر الجين فاميلز او البروتين فاميلز والنتائج بتاعة الاميكس تكنولوجيز دي بتقدر تساعدني بعد كده لما انا بدرسها اني اطبق المعلومات اللي حصلت عليها في تحسين الصفات سواء كانت صفات لها علاقة بالانتاجية سواء كانت صفات لها علاقة بالسترس طوليرانس او مقاومة افات اي ان كان نوع أو اي بايوتك اي صفات اقدر ان انا اطور منها بنتيجة المعلومات اللي انا حصلت عليها من التكنولوجيز المهمة اللي مبني عليها العلوم دي كان الـ Next Generation Sequencing اللي بيستخدم في تعريف الـ Genomes وهو بيكون بأن أنا بحصل على الـ Genomic DNA وببدأ بعمله Fragmentation لقطعة صغيرة من شرائط الـ DNA الصغيرة بيحصل لها بعد كده بالـ Next Generation Sequencing بالجهاز Parallel Sequencing عكس التقنية اللي كانت قبل كده في نفس الوقت وبعد كده بحصل على Data الـ Data دي بسميها يعني كمية فائقة جدا من الـ Data Data ملايين القراءات اللي بعد كده بيبدأ يتعمل لها مابينج وبتبدأ تتعرف لغاية لما بيطلع لي الـ Acura Genome في الصورة النهاية بتاعته اللي أنا بقدر أحصل عليها من الـ Data Base الـ Genome Sequencing ممكن يكون دينوفو لو أنا عندي ده Novel Organism أو Novel Species أو بعرفه مالوش Reference أو Related Genome بستخدمه فبيكون نوع الـ Sequencing هنا دينوفو أو Re-Sequencing لو زي ما قلنا بيكون عندي Reference Genome برجع لي أو بنسب لي القراءات الـ Sequences دي بتديني المعلومات كتيرة جدا منها الـ Insertion أو Deletion أو Single Nucleotide Polymorphism الاختلافات ما بين Lines أو Lines في قعدة واحدة دي بنسميها Single Nucleotide Polymorphism وبالتالي وجدوا إن هي بيكون لها دور أيضا في عملية الـ Gene Regulation الـ Comparative Genomics مقصود بي مقارنة الـ Genomes أو الجينوم الخاص بي الكائنات من حيث الـ Similarities أو التشابهات والاختلافات وكمان التغيرات اللي بتحصل في الـ Genomes دي على مدار الوقت أو بمرور الوقت من هنا كانت الـ Structural Variation اللي بتحصل أو التغيرات دي بتديني معلومات عن المناطق اللي حصل فيها حز المناطق اللي حصل فيها إضافة المناطق اللي تضعفت المناطق اللي حصل لها Inversion أو اتنقلت وحصل لها Translocation الـ Genome White Analysis ده مقصود بي النهج اللي أنا بتتبعه أو التحليل اللي أنا بعملها علشان أحلل الـ Genome ده علشان أعرف معلومات عن الـ Gene والـ Gene Product بتاعه يعني الـ Protein كمان أقدر إن أنا أحلل الخصائص بتاعته وده بيكون باستخدام الـ Bioinformatics Tool أدوات الـ Bioinformatics والتطبيقات بتاعتها والبرامج اللي بتديني برضو أو بتقلل لي الكمية الفائقة دي من الداتا أو المعلومات دي وبتحاول تعمل بتديني تحولها لي لصورة مفهومة أو الـ Minimumful Information أقدر إن أنا أفهمها واستعبعها وأطلع منها بـ Conclusion إفتما علشان كده الأهداف بتاعت علم الـ Comparative Genomics إنه هو بيقارن لي الـ Related Genomes ببعضها يقدر ينقل لي كمان المعلومات من Model Species لـ Other Related Species كمان يعمل لي إنتجريشن أو يوظف لي النتائج دي في إن أنا أحصل على Conclusion مفيد حوالين الـ Gene Location والـ Gene Expression أو يربطي كمان الـ Gene Structure والـ Gene Function إزاي هو بيساعدني الـ Comparative Analysis ده من خلال الـ Comparative Genomic والـ Genome مويد Analysis إزاي بيساعدني في إن أنا أعرف الشبكات المرتبطة بالـ Stress ومتها البساطة هو ده مش التطبيق الوحيد ولكن هو ده عنوان اخترناه للمحاضرة إن احنا نتكلم عن تعريف الشبكات المرتبطة بالـ Stress أنا لو فرضا عندي تجربة عاملة ديزاين لتجربة وفي أبسط صورة لها عندي control وعندي treatment أكيد treatment بتاعتي أثرت على الـ Control دي وعملت لي فيها بعض التغييرات التغييرات دي بتنعكس على المظهر الخارجي للكائن للنبات مثلا ألاقي زبول نتيجة بروت ألاقي أي حاجة ألاقي النبات قصير ألاقي النبات حصل له فالشكل اللي بيحصل أو حصل أكيوميليشن لشوجر حصل أنا في النهاية أنا عايزة أعرف إيه الجينات المسؤولة عن التغيرات اللي حصل دي أو الـ Stress بتاعي ده بتاعي نتيجة نتيجة المعينة سواء كانت أو أي حاجة تانية إيه المسؤول عنها فأكيد هيكون في نتيجة الـ Stress دي جينات زادت وهيكون في نتيجة الـ Stress جينات الجين بتاعها أسفل زاد أو الجين بتاعها قل أو إن هي ما تغيرتش في جينات في الـ Control زي treatment محصل لاش أي تغير اللي هيكون مؤثر عندي ويقول لي إيه اللي تغير الجينات اللي حصل لها في أما upregulation هيكون ده نتيجة treatment بتاعتي أو حصل لها downregulation نتيجة treatment بتاعتي ولما بقول نتيجة treatment أنا بقارن treatment بالـ Control بقارنها فبعرف إن هي زادت بالنسبة مقارنة بالـ Control أو قلت مقارنة بالـ Control ومن هنا الجينات دي أنا هل يترى هي إيه الوظيفة بتاعتها هل كلها معلومة الوظيفة طب هل بينها علاقة ولا لأ دي كلها حاجات أنا بقدر بعرفها من الـ الـ comparative genomics أو الـ genome wide analysis باتخدام تقنيات الجين expression قبل ما نقول التقنيات دي في بعض المصطلحات اللي احنا عايزين نأكد عليها كده وهي أكيد معروفة عند الكل ولكن هنمر عليها سريعا زي الجينوم اللي احنا اتفقنا إنه هو عبارة عن شريط من الـ بيحتوي على أماكن بتنسخ لبروتينيات أو بتترجم لبروتينيات وأماكن تانية مش بتترجم وبنسميها regulatory sequences أو بتكون مسؤولة أو لها دور في عملية gene expression regulation وهو بيكون المحتوى الكلي من المادة الوراثية داخل الجينوطايب مثلا اللي بتعكس الفينوطايب بتاعه الجين هو جزء من شريط الـ ده يعني أنا عندي شريط الجينوم شريط DNA طويل في أجزاء الجين هو جزء صغير من الشريط ده وبيحتوي على نفس على المعلومات اللي هي بتكون مسؤولة على إنتاج بروتين بيقوم بوظيفة محددة بحيث إن المعلومات اللي موجودة على شريط الـ بتترجم عن طريق الـ اللي هو بيكون كل ثلاثة من التتابعات دي بيدوني بيترجموا لأمينو أسد سيكوانس معين وبالتالي المسنجر RNA اللي بيكون نسخة من الـ DNA بعد عملية الترانس كريبشن بيترجم بعد كده كل تراي نيوكليوتايدز بيدوني أمينو أسد السلسلة من البوليبيبتايدز أو الأمينو أسد دي جنب بعضها بتديني بروتين له خصائص محددة له لينس محدد موليكولارويت محدد وبالتالي له وظيفة محددة إيه هو البروتين هو الجين اللي بيديني البروتين أنا عندي الـ DNA double strand زي ما احنا شايفين في الصورة العشمال كده الـ DNA ده double strand الجين بيكون موجود على single strand من الاتنين يعني يقم بيكون موجود على forward strand أو reverse strand هو موجود نسخة على شريط واحد من الشريطين بتكون sequence أو التتابعات بتاعتها بالشكل ده اللي احنا قلنا التتابعات دي عبارة عن المعلومات اللازمة لإنتاج بروتين محدد الـ DNA ده هيحصل له transcription ويديني نسخة طبق الأصل من التتابعات دي من المسينجر RNA باستثناء إن قاعدة اليورسيل بتكون بدل الثايمين علشان ده RNA وده DNA بعد عملية translation بتديني الترجمة للبروتين البروتين أو اللي اتكون الدي اللي احنا بنقول ده البروتين اللي بيقون مسؤول عن وظيفة وجايلي من الـ DNA ده فهل يطرق إن كل الجينات بتديني بروتينات أو الجين بيديني بروتين واحد ولا ممكن أكتر مش كل الجينات بتديني بروتينات لأن زي ما احنا شايفين ده شريط الـ DNA بالشكل ده كده اللي احنا قلنا إن الجين بيكون جزء منه من الشريط أحيانا بيكون في عندي بزيدو جين دي هي جينات كاذبة مش بيحصل لها ودي بتكون نتيجة طفرات أثناء عملية الجين فمش وقبلها وقبلها البروموتر هنا لا تترجم بيحبطوا مع بعض 1-2-4-5 بسد سيكونس بتاعها ومختلف ووارد كمان يكون له وظيفة مختلفة يعني محتمل إن الوظيفة بتاعته تكون مختلفة وبالتالي هنا الوان بروتين الوان جين مش هيديني وان بروتين أحيانا ممكن أكتر من بروتين ينتجوا من نفس الجين الواحد المسؤول عن إنتاجهم هما الاتنين أو أكتر من البروتين وده اللي بيوضح لي أن الـ يعني تم إعادة النظر فيها بسبب الـ بسبب كمان أن أحيانا ممكن يحصل أو في الخطوة أو في الخطوة دي وبالتالي الـ يكون موجود والترانسكريبت يكون موجود وما يبقاش عندي البروتين أو الـ الـ والترانسكريبت يكون موجود ويحصل بعد ما البروتين يتكون يحصل له وما يكونش موجود بصورة من الـ اللي بنستخدمها علشان أدرس وظيفة الجينات أو من الحاجات اللي كانت لها دور في أن أنا أفهم الـ كان الـ الرنية سيكوانسنج الرنية سيكوانسنج ده اللي هو التعريف بتاع أو تعريف الرنية شريط الرنية بعرف التتابعات بتاعته أو بنسميه الرنية سيك الرنية سيك ده بيفيدني في أن أنا أعمل ديفرانشيال اكسبريشن أو ديفرانشيال ديسبيلي لمحتوى الكل للترانس كريبتوم لو أنا زي المثال اللي إحنا قلناه قبل كده أنا عندي كنترول وعندي تريتمنت أو أكتر فعندي أو أكتر فبعمل من كل سامبل من الاتنين عشان أعرف إيه الجينات اللي زادت وإيه الجينات اللي قلت وإيه الجينات اللي ما تغيرت فلازم كل تريتمنت عندي أعمل منها إكستراكشن للرنية المسانجر الرنية بعد كده أعمله سيكوانسين وأخذ الداتا أعمل لها أناليسيز يديني كمية كبيرة جدا من الداتا الخاصة بالمحتوى الكلي للترانس كريبت اللي موجود وحصله وبالقيم بتاعته هو كمان مهم التقنية دي كمان علشان هي بتديني صورة عن الأليل specific expression لو أنا عندي different أليل لنفس الجين ممكن كل واحد يحصله expression بطريقة مختلفة يعني واحد يحصله down regulation والتاني يحصله up regulation واحد يحصله up regulation two fold change والتاني مثلا ممكن يحصله 25 fold change بالشكل ده كمان بيديني معلومات عن alternative splicing زي ما احنا قلنا والRNA editing اللي ما قدرش ان انا اعرف المعلومات دي مثلا من genome sequencing كمان بيديني القيم بشكل quantitative فقدر ان انا احللها واتعامل مع ارقام احنا بنعمله ازاي زي ما قلنا ان بيبقى عندي experimental design ايا كانت التجربة التصميم بتاعها ايه بعمل التجربة بتاعتي كل samples اللي عندي كل sample بشكل منفصل بعمل منها extraction من RNA طبعا المفروض ان بيكون RNA اللي بعمله extraction ده يكون pure و integer والconcentration بتاعه محسوب بشكل accurate مش ما يكون degraded له بعض الخصائص الكتيرة قوي وبعد كده بيتعمله RNA sequencing بعد كده بيطلع لي data كبيرة جدا بعمل لها analysis عدد الجينات اللي بتكون نتيجة analysis بتاعت ال data دي بتكون كبيرة جدا بالالفات فبالتالي لازم التعامل معها بشكل يفسرها لي او يقلل منها علشان اقدر افهم ايه اللي حصل عندي او اقدر اتعامل مع عدد كبير زي ده فلازم ان الخص او اعمل له mining اللي ال data دي بشكل كبير اقدر ان انا افهم القيم بتاعة ال gene expression دي بتكون قيم رقمية طبعا لو انا هنسب للكنترول فببدأ اعمل حاجة اسمها fold change يعني اقول هو اتغير بنسبة كام مرة بالنسبة للكنترول القيم دي مش باخدها زي ما هي كده يبقى في نوع من التحليل الاحصائية والنورماليديشن عليها علشان اقدر اقول ايه القيم اللي غايت فين بالضبط او ايه اللي انا هاخد من عنده القيم بتاعتي اللي اقدر اعتمدها واقدر اقول ان القيم دي بتديني معلومات او تحليل احصائي بيضيني قيم واقدر اقول من غاية هنا هي القيم دي اللي انا هاخدها وبعد كده الجينات دي مش هبص للجين اكسبريشن بتاعها فاعتني بس او اضم في دراستي بس الجينات الموجودة بشكل معنوي كحال زي اي حال اي تجربة احنا بنعملها لازم يكون لها تحليل احصائي انا افهمها او اقدر اعرف ايه اللي حصل للاعداد الكبيرة دي اللي بالالفات بيكون في عندي انواع مختلفة من الاناليسيز منها الجي او او الجين اناليسيز او الجين اننا بيكون عندي بتعتمد على بتعمل لبعض المعلومات الخاصة بالنوكليو تايت سيكوانس او او الجين من تجارب موجود لها بتجمع المعلومات بتاعاتها او مسبتع بالتجربة ان الجينات دي بتاع او البروتين دا بتاع جوه الخلية فيه وهكذا بحيس يجمعوا البيانات دي كلها ويعملولي بعد كده او تصنيف لل ال في شكل من حيث الموليكول فانكشن او السليولار كومبوننت او البيولوجيكال بروسس يعني هل هي العملية اللي دخل فيها دي عملية خاصة بالسلدس ولا بالريبروداكشن ولا بالديفلوبمنت بتاع النبات ولا بايه بالظبط هل ايه الجينات بيصنفها لي على حسب او بيصنف الجينات دي على حسب بتاع البروتين بتاعها البروتين ده موجود فين موجود في السليول ولا موجود في النيوكلياس ولا موجود في اي اورجانل ولا ميمبرين ولا فين بالظبط الموليكول فانكشن سواء كانت الفانكشن دي انتي اكسيدان اكتيفتي للانزيمات او ترانسيكريبشن فاكتور ولا هي كاتاليتك فانكشن ولا هو ايه بالظبط فيقدر يصنف يقول لي والله الجينات بعد ما خدت الداتا وعملت لها انالزب يقول لي والله كان فيه منهم كام جين العدد هنا بيكون عدد الجينات في التريتمنت المعينة دي بيكون فيه منهم كده في العملية فانا اشوف بقى ايه العملية المؤثرة او اللي تأثرت بالتريتمنت بتاعتي هل هي التريتمنت بتاعتي زودتلي استلدس ولا ما عملتش كده ولا طب لنا لو عندي واحد مقاوم واحد ايه الفرق ما بينهم ايه اللي تأثر اكتر اقدر افهم المليكولر بيزيس اوف طوليرانس وهكذا صورة من صور الحاجات او التولز اللي بتوضح لي المعلومات دي بشكل مبسط علشان زي ما احنا قلنا ان العدد بتاعها بيكون كبير جدا الهيتماب الهيتماب دي هي او صورة بتعتمد على الالوان علشان توضح لي اللي اختلافات ما بين الجين اللي طلعت دي خاصة لو انا عندي يعني يمكن الهيتماب دي عدد الجينات فيها محدود احيانا بيكون فيه هيتماب فيها الاف الجينات وبالتالي كل جين بيكون عبارة عن شرطة بس كده شورة جنب بعضها بتوضح لي كل واحدة بلون فهنا بيكون عندي الكي بتاع الكالر اللي موجود ده بيوضح لي ان اللون الابيض ده ما زادتش ما قلتش ما تغيرتش بين الكونترول والتريتمنت مثلا لو انا بقارن الجزء اللي بالاحمر ده من اللون الفاتح لغاية اللون الاغمى ده بيوضح لي القيمة اللي بالبوزيتف اللي هي زادت يعني او اللي باللون الازرق ده اللي بيوضح لي القيمة اللي بالنيجاتف او الحاجة انها القيمة قلت اه فببدأ انا لو عندي هنفرض ان ده صف من التريتمنت وده صف انا عندي ثلاثة تريتمنت اقدر اشوف بقى التريتمنت بقى نهي اللي عملتلي التريتمنت نهي اللي عملتلي دون ريجيوليشن او اه لو انا عندي اشوف الفرق ما بينهم بشكل اقدر اخد كده من الفجر من اول ما بصله في ثواني غير لو انا قعدت اقرأ المعلومات دي مكتوبة هتكون هتاخد وقت اطول بكتير كمان لو انا عارفة جين محدد انا عايز اشوفه ظبته هبص كده على التريتمنت بتاعتي هي عملتلي ايه بالضبط اه فيه او اصريتلي على ايه ايه التريتمنت اللي زودته ايه التريتمنت اللي قللت من الاكسبريشن بتاع الجين ده اه كمان بيكون عندي فيه اه طريقة تانية زي الفينديجرام الفينديجرام ده هو اه دوائر متدخلة بالشكل ده زي ما احنا شايفين لو انا عندي مثلا اه لو انا عندي مثلا اه تجربة فيها اه three different treatment اه cold stress و drought stress و high salinity عندي مثلا مجموعة الجينات دي الup regulated ودي مجموعة الجينات down regulated اه فألاقي ان كل دايرة بتكون مسؤولة عن نوع واحد من انواع الاسترس يعني الجينات انا لو الفينديجرام ده بيوضح الup regulated الجين يبقى الدايرة دي عبارة عن الدايرة دي كلها عبارة عن الجينات او عدد الجينات اللي حصل لها up regulation نتيجة cold stress نتيجة cold stress هنلاقي ان في الجزء اللي الوحده ده اللي هو الالفين تلتمية تسعة وعشرين ده الجينات اللي حصل لها up regulation في cold stress بس ما حصل لهاش up regulation نتيجة drought ولا الهيس اللي نتي هلاقي المية اتنين وخمسين ده دي جينات مشتركة ما بين cold stress وما بين الدراوت فمعنى ده ان هي حصل لها up regulation في الدراوت فهي معايا في الجينات بتاعت الدراوت وموجودة في القول لكن ما حصل لهاش up regulation نتيجة السلينتي مثلا التلتمية سبعة وسبعين دول دول الجينات اللي حصل لها common up regulation او up regulation under three condition بتوع السترس وبالتالي اقول ان الجينات دي common تحت اي انواع الاسترس ده بيبقى استجابة عامة او اقدر ان انا افصرهم واشوف ايه انواع الاسترس التلاتة دي مشتركة في اي ميكانزم بيأثر لي على النباتات ازاي اقول cold بيعمل لي ايه بس اقول الدراوت بيعمل لي ايه بس في اللي هي الجينات اللي موجودة او بيحصل لها up regulation في cold stress بس او في drought stress وهكذا في down regulated genes الصورة الجزء التاني اللي هو graph عادي اللي هو بيديني شارت بيوضح لي الاعداد بتاعة up regulated gene والdown regulated gene مقارنة بالaccess بتاع number of differential expressed genes او العدد الكلي من الجينات فيه نوع تاني من التحليل الاحصائي اسفح من التحليل اللي بعملها اللي هي protein protein interaction ده نوع من prediction للعلاقات ما بين البروتينات وبعضها يعني انا لو عند مجموعة من البروتينات انا مهتمة بدراستها وعايزة اعرف هل هي لها علاقة ببعض ولا لا عندي لستة من مئتين بروتين او من مية وخمسين بروتين انا عرفت انه هم دول الاكتر مية وخمسين بروتين او اكتر مية وخمسين جين حصلوهم في محددة عايزة اعرف هل هم ايه منهم بيتداخل مع التاني وايه العلاقة لما بين البروتينات دي وبعضها فبعمل protein هو نوع من مبني على computational tools وتحاليل احصائية وهو في الحقيقة هو straight forward او انعكاس مباشر لل functional annotation اللي شفناه من شوية اللي هو الجين ontology اللي كان بيصنفهولي على حسب اللوكاليزيشن والبروسس والموليكول لانه هو هنا بيديني نفس الكلاسفكيشنز ولكن في صورة مختلفة بحيث انه هو بيديني دايرة مثلا الدايرة دي دي عبارة عن بروتين فكل دايرة منهم ده عبارة عن بروتين هنلاقي ان في دواير بيكون عليها رسمة كده فهي دي لا معروف الستراكشور بتاعها او 3D بتاعها معمول الملساء او اللي مفيش عليها رسمة دي بعرف ان هي لا مش معروف ال 3D بتاع البروتين دا ودي بنسميها نود كل دايرة من دي نود والخط دا عبارة عن ايجي او الخط اللي بيعرفني ان فيه علاقة ما بين البروتين دا وده 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 وهكذا فكل خط هو بيمثل relationship او علاقة في ما بين البروتين دي وبعضها وطبعا بيديني يعني هي دي صورة الجراف لكن بيبقى فيه داتا تانية في جدول كبيرة بالارقام بالتحاليل الاحصائية بتاعتها باسماء البروتينات الانتر اكتد كل بروتين انتر اكتد مع ايه وهكذا هنا مثلا ممكن يقسم لقيت البروتينات الموجودة متصنفة على حسب البروتينات دي بينها وبين بعضها وده دخلة في الفوتو سنسز ومنهم بروتين داخل في علاقة تانية من الشبكة اللي مرتبطة مع بعض في البروتيين سنسز وديجرديشن لها علاقة بال بالقمينو أسد بايو سنسز والميتابوليزم بتاع البروتينات دي بالكاربوهايدريت ميتابوليزم وهكذا دي في الانتي اكسيدانت انزايم وهكذا فهو بيديني صورة عن العلاقات اللي ما بين البروتينات وبعضها ودي برضو بتساعدني بشكل كبير ان انا افهم ايه الحاجات اللي اتغيرت نتيجة التريتمينت بتاعتي او التريتمينت بتاعتي ممكن تكون غيرت لان في النهاية عدد الجينات وعدد البروتينات بيكون كبير جدا الاعداد دي لازم انا بحاول ان انا الاخصها باكبر قدر مستطاعي ديني معلومات اقدر ان انا افهم واستوعب التغيرات اللي حصلت لو خدنا مثال كتطبيق على دراسة الشبكات المتعلقة بالاجهاد كان البحث دا اللي كنا بندرس فيه دور الـ في البروكسيسوم الاسوشيت بصوية اخذنا البروكسيسوم الارجان ده اخذنا اخذناك نموذج عايدين نفهم البروكسيسوم النيتورك او الشبكة اللي بتتم في التفاعلات اللي بتتم داخل البروكسيسوم البروكسيسوم ده هو ارجان موجود في أغلب الكائنات بيحصل في تغيرات في الحجم والعدد نتيجة الاسترس بيزيد دايما نتيجة الاسترس والسايز بتاع البروكسوسوم بيتغير وكمان الشيء ممكن يتغير نتيجة ظروف الاسترس وبالتالي لما هيتغير الشكل والعدد بتاع البروكسوسوم أكيد المحتوى بتاع البروكسوسوم الداخلة الموجودة جوة البروكسوسوم نفسها كمان بالتبعية هيتغير فده خلنا ندرس البروكسيسومة البروتين كانت أول خطوة تجميع البروكسيسومة البروتين دي من نبات الأربيدوبسيس اللي هو المودل بيلانت وبعد كده عرفت الهومولوجز أو الجينات المشابهة اللي موجودة في البروكسيسومة الجينز دي في الويت والمص وطبعا باستخدام ديفرن تول وداتا بيزيس بعد كده شفت الجين إكسبريشن بتاعهم في الداة المتاحة عشان كده هي اسمها إنسليكو يعني داتا متاحة وأنا أخدتها عملت لها أناليسيس وبعد كده عملت التجربة بتاعتي علشان أعمل باليديشن للريزلت دي أو أتأكد من النتائج اللي أنا بقى حصلت عليها أو الجين موايد أناليسيس اللي أنا عملته ده أتأكد من المعلومات بتاعتي في مجموعة من الجينات أختارها بشكل عشوائي كده وأقدر أن أنا أتأكد من المعلومات دي أنا أفهمتها بشكل صح أو لا فكان في البداية عندي ثري ديفرونت سيتس من الجينات اللي هي كلها مرتبطة في البروكسيسومال نتورك البيكس دي كانت الجينات المسؤولة أو اللي بتكون لها دور في عملية تكوين الممبرين والماتريكس بتاع البروكسيسوم والأنتي أكسيدانت إنزايم لأن طبعا البروكسيسوم بيكون أورجانل بيحتوي على إنزيمات بتنتج الرياكتب أكسيجن سبيشز وإنزيمات مسؤولة عن الإلمنيشن بتاع الانتي أكسيدانت الرياكتب أكسيجن سبيشز اللي هي الانتي أكسيدانت إنزايمز وكمان البروكسيسومال تارجتين سيجنال 1 البروكسيسومال تارجتين سيجنال 1 دي هي البروتينات اللي بيحصل لها امبورت عشان تدخل جوه الماتريكس بتاعة البروكسيسوم وبتعتمد على سيجنال معينة بتكون موجودة في السيكوينس بتاع البروتينات فالليستة اللي احنا جمعناها من الأرابيدوبسيس دي كانت حوالي 340 بتي إس وان بروتين و51 أنتي أكسيدانت إنزايم و22 بيكس بروتين دول في الأرابيدوبسيس هما معروفين وجمعتهم من التير أو الموقع بتاع الأرابيدوبسيس المعلومات بتاعتهم والبيانات والسيكوينس ولكن هما مش متعرفين في الأمح ومش متعرفين في المص وبالتالي جات هنا أول خطوة زي ما قلنا أن هي أعرف الجينات دي في الكائنات باستخدام different tools من البيوينفورماتيكس والداتابيس ودي بالنسبة مثلا للأنتي أكسيدانت إنزايم فهنلاقي الكاتاليز هما في 3 في الأرابيدوبسيس موجود 8 في الفيسكومتريلا موجود 3 برضو في التريتيكم وهكذا فبيبقى عندي كل واحد بشوف عدد الجينات دي موجودة فين وهو ده الأساس أو هدف من الأهداف بتاعت الcomparative genomic إن أنا أعرف عدد الجينات في different genomes هل هو ثابت هل هو أقل هل هو أكتر أنا بقارن الgenomes عشان أعرف معلومات عن الأعداد بتاعتها فبيكون عندي الليستة بتاعت الPTS1 اللي تعرفت في الفيسكومتريلا كانوا تقريبا 108 بروتين ده جزء من الExcel Sheet بيبقى عندي ده الجين بتاع الأرابيدوبسيس اتعرف في الفيسكومتريلا اتأكدت إنه هو بيحتوي على السيجنل لأنه طبعا أحيانا بيكون الhomologous genes مش بيحتوي على نفس السيجنل وبالتالي ما أقدرش أعتبره إنه هو داخل ضمن البروكسيسومال نتورك اللي أنا مهتمة بدراستها فاستبعدته وأحيانا بيكون الجين بتاع الأرابيدوبسيس له أكتر من نسخة في الأمحة أو في الفيسكومتريلا جات هنا ده الهيتماب بس في صورة Excel Sheet معمولة باللون الأخضر واللون الأحمر الأخضر اللي بيوضح لي إن القيمة بتاعة الجين إكسبريشن أو الترانس كريبت ده كبيرة أكبر من 2-folded change والنائس 2 ده أو اللي بالأحمر يعني أقل من 2-folded change بيكون عندي هنا التريتمين بتاعة الأبسيسيك أسد كان فيه different treatment من الليسترس أبسيسيك أسد تريتمين ودي هيدريشن اللي هو بالجفاف والمانيتول تريتمين مقارنة بالكنترول فأنا عندي هنا مثلا الهيتماب وضحيت لي إن الأول إنزيم ده اللي هو الاسيل اكتبيتينج انزايم الإكسبريشن بتاعه أكتر من 2-folded change under the 3 condition تحت ظروف الثلاثة من الليسترس كان الجين إكسبريشن بتاعه أكتر من 2 هنلاقي مثلا جينات تانية زي الأصايل كو كوي اوكسيديز هنلاقي إنه هو مثلا الإكسبريشن بتاعه نتيجة الأبسيسيك أسد تريتمينت ونتيجة المانيتول أكتر من 2-folded change ولكن الدهيدريشن لا هلاقي مثلا المالتي فانشنال بروتين ده هلاقي إن الإكسبريشن بتاعه أكتر من 2-folded في الدهيدريشن والأبسيسيك أسد وهكذا فأنا بقدر إن أنا أختار إيه النوع اللي أنا عايزة أهتم بدراسته عشان أفهم هل أنا مهتمة بدراست الأبسيسيك أسد بس ولا المانيتول ولا دهيدريشن لكن أنا كان الهدف بتاعنا إن أنا عايزة أعرف إيه المشترك ما بين different conditions وبالتالي هو هيكون أساس للشبكة بتاعة الدراوت اللي بتأثر لي على البروكسيسومال بروتين أو البروكسيسومال نتور فدورت على الجينات اللي هي الابريجوليشن بتاعها أكتر من 2 في 3 conditions وبدأت إن أنا أجمعهم طبعا إحنا قلنا إن الإكسل شيت هو 108 فهو أكتر من جزء وبعد كده ببدأ إن أنا أعمل أرسم صورة لأن في النهاية البحث مش هيتحط في إكسل شيت هي بتتحط في صورة سبليمينتاري فايلز لكن أنا عشان أرسم جراف عملت هنا الهيتماب كانت الهيتماب هنا بتوضح لي دي بتاعتي بتاعة البروكسينات زي ما إحنا قلنا الPTS1 والأنتي أكسيدانت إنزايم والفيكس ودي الديفرنت تريتمنت بتاعتي ودي عدد الجينات اللي متعرفة في الفيسكومتريلا طبعا عددها كبير جدا فكل خط من ده هو عبارة عن جين إكسبريشن لبروتين معين أو أسفل الجين معين فعندي هنا فعندي هنا مثلا كانت الهيتماب توضح لي أو تبين لي هنا إن بتاع مختلف عن المانيتول وعن الأبسيسك أسد هنلاقي إن اللون الأزرق فيه أكتر شوية وبالتالي الأزرق زي ما هو واضح هنا في الكيل اللي فوق إن هو ده والأحمر أبريجيوليشن هنلاقي إن المانيتول عاملي أبريجيوليشن لجينات كتيرة جدا واللون الأحمر قوي وواضح فيه وده بينعكس على النمبر أوف جينز اللي موجودة هنا هنلاقي أنا برضو عدد الأبريجيوليشن مختلف كبير عن ده بعكس الده الأعداد قرائبة من بعضها ومدتنيش يعني شكل معنوي للمعلومات دي زي ما احنا قلنا السيجنيفيكنس أو الستار دي معناها إن الأرقام دي معنوية ده نتيجة تحليل اسمه هيبر جيومتريك تيست أناليتز اللي بيوضح لي هل أنا مختارة عندي المجموعة اللي أنا مهتمة بدراستها هي عددها قد إيه حصل من المجموعة دي لو هم مثلاً 300 جين حصل لكام منهم أبريجيوليشن طب مقارنة بالداتا سيت اللي أنا شغال عليها هي فيها كام ألف جين حصل منهم لكام واحدة أبريجيوليشن عشان ينسب ده لده ووقدر إن أنا أحصل على قيمة تقول لي الأرقام بتاعتي دي معنوية أعتد بيها أو لا فكانت النتيجة المعنوية الحاجات اللي موجودة عليها استوار بالشكل ده وده كان شكل ال الفين دايجرام اللي بيوضح لي برضو التداخل ما بين ال وإيه الجينات المشتركة تحت التلاتة فكان عندي هنا المجموعة بتاعهم حوالي سبعتاشر جين السبعتاشر جين دول كان منهم كاتاليزيس منهم منهم من ال بيكس جينز بيكس تلاتة وبيكس إليفن اللي هما مسؤولين عن إنتاج أو الإمبورت بتاع التكوين الممبرين بتاع البروتينات بتاعت الممبرين بتاع البروتيسوم والديفجن والبيتي إس وان اللي هي بروتينات الماتريكس بقى منها الأسايا والكوبرامين أوكسديز والإيزوستريت ليز والماليت سينسيز ده خلينا إن إحنا نقدر نقول والله اللي حصل في التلاتة كونديشن أو الميكانزم أو النتورك المشتركة تحت الظروف المختلفة من الستريس دي كان لها علاقة بإن البروتيسوم عندي بتنقسم وعددها بيزيد وطبعا في تجربة احنا عملناها اللي تأكدنا من ده النتيجة التريتمنت حصل للبروكسوسوم وزيادة في البروكسوسوم بيحصل هنا أكيوميليشن للبيكس سري اللي باللون الأصفر دي بتحصل على الميمبيرين بتاع البروكسوسوم عشان تساعد في الإمبورت بتاع بروتينات تدخل وتكون هنا الميمبيرين والبيكس 11 اللي هو دور في عملية بتاع البروكسوسوم فبقى موجود عند المنطقة بتاعة الكونستريكشن ده وهنا لقينا أن الاسيل اكتيفيتنج انزايم دي بتكون مسؤولة عن اكتيفيتنج لدفرنت سابستريت قبل ما بتدخل البيتا اوكسيديشن سايكل ودي الانزيمات بتا البيتا اوكسيديشن سايكل دي بيخرج عندي هايدروجين بروكسايد بيحصل بالكتاليز اللي احنا قلنا ان هو برضو حصل عندي نتيجة وبينتج عندي من البيتا اوكسيديشن كمان اللي بيدخل الجلايكسيليت سايكل زي ما شفنا برضو من الجدول اللي قبل كده ان انا عندي الايزوستريت ليزوا الماليت سينسيز حصل لهم تحت الظروف المشتركة من الجفاف وبالتالي بيكونوا لي الماليت اللي بعد كده بتحاول الاغزال واسيتيت وبتساعد في تكوين السكروز تحت ظروف من خلال الجلوكونوجينيس طبعا علشان نتأكد ان الافتراض اللي احنا يعني افتراضنا ده صح كان في انزيم اللي هو البيب كاربوكسي كينيز اللي بيبقاله دور في الجلوكونوجينيس هو سيتوسوليك بروتين يعني مش من ضمن البروتينات الموجودة في البروكسيسون بس عملنا تشك على الداة بتاعته او على الجين اكسبريشن داتا بتاعته في الداة سيت او التجربة النتائج بتاعت التجربة اللي كنا بنعمل جين اكسبريشن انالسيز لها عشان نتأكد اذا كان هي برضو حصل له أبريجيوليشن ولا لا وفعلا كان حصل له أبريجيوليشن هنا برضو لقينا الاسكوربيت جلوتاسيون سايكل دي الانزيمات بتاعتها اللي بتساعد لي النبات في انه هو يعمل او يعمل بالانس اللي الرياكتف اكسجين سبيشيز اللي بتتم او الاكسيديتف ستيتوس بتاعته وبالتالي بعد انا ما فهمت ايه اللي بيحصل تحت الظروف المختلفة في مودي الارجانيزم المستخدمين ومسلا اللي هو مودي الفيسكومتريلا بدأت اقرنه باللي بيحصل في الهاير بلانت بقى زي الارابيدوبسيز وزي الكروب بلانت اللي هو الامح وقدر اشوف هل الحاجات الميكانيزم اللي احنا لسه شرحينه في الفجر ده هل مشترك بين وبين النباتات الاخرى ولا لأ فلاقينا ان في حاجات فعلا مشتركة زي الاسيل اكتيبيتينج انزيم وفي حاجات بتكون مختلفة والجينات اللي بيكون لها دور في عملية البروكسيسوم ديفيجن دي مشتركة ما بين الديفرنت ستيشيز وبالتالي ده اكد لنا ان من الحاجات اللي بتساعد النبات ان هو يعمل طوليرانس او يبدأ يقاوم الاسترس او بيشارك البروكسيسوم والبروكسيسوم بتاعها اللي بيساعد فيه البيكس 11 جين احنا كده فهمنا معلومات عن الفانكشن بتاعة الجينات او وظائف الجينات او الشبكات اللي بتحصل طب هل دي كل حاجة انا محتاجة اعرفها ولا مازال لسه في بعض الحاجات اللي مفيش اجابة لها او ان انا لما هفهمها بشكل اكبر ده هيساعدني ان انا افهم الموضوع اكتر واطور منه واحسن من فهمي للمعلومات دي في بعض الاسئلة الخاصة بالجينوم ارجانيزيشن بالجينوم التغيرات اللي حصلت في الجينوم ده ما بين الجينوم والجين اكسبريشن اي منطقة في النون اكسبريشن دي اقدر اقول عليها او بتأثر لي على الجين اكسبريشن او لا كل الاسئلة دي بعملها من خلال الجينوم ويد انالسيز او انواع اخرى من التحليلات يمكن ما حبتش ان انا اقولها في الاول علشان ما كانتش تعمل حالة من الملل فحاولت ان الفيجر دي وضح القصة بشكل كده وبعد كده نذكر انواع الانالسيز عندي الكمبراتف جينوميكس بيقارن لي الجينوم او البلانت جينوم بعضها وبالتالي بيكون عندي two جينوم او اكتر بقارنهم من حيث السيميلاريتز او الديفرانسز او التغيرات اللي بتحصل بمرور الوقت التشابهات والاختلافات دي هتكون في حاجات محددة اللي بيبص عليها دايما او بيدور عليها الكمبراتف جينوميكس اللي هي السيكوانس الجين لوكيشن انا بقارن السيكوانس المجموعة من الجينات بقارن التتابعات زي بعضها ولا مش زي بعضها اللوكيشن بتاعها او اللوكيشن بتاعها فين الطول وعدد الكودينج ريجون الاماكن بتاعت الاجزونز النون كودينج دي انا في الجينوم ككل الهايلي كونسيرفيد ريجونز اللي بيبقالها دور في المنتين بتاع الارجينز والتالي بقدر بعمل جينوم وايد اناليسز اللي هو باستخدام الكمبيوتشنال طول عشان اعمل اناليسز للجين والجين بروتين من خلال مجموعة من الاناليسز اللي هي بتعكس لي ايه التغيرات او ايه الاختلافات والتشابهات في الحاجات اللي احنا قلنا ان احنا بندور عليها بال بعمل ده ازاي بعمله من خلال مجموعة مختلفة من الاناليسز في البداية انا بيكون عندي الجينومز الجينبانك او ال اقدر ان انا لو مهتمة بستيشز معينة بكتب اسمها هنا وبعمل سيرش عنها وبشوف هل لها هيا متعرفة او مش متعرفة ممكن تتقسم على حسب الوضع التصنيفي بتاعها للكائنات وهكذا او بيجيب لي الجينومز اللي هي لستة الانوتيشن بتاعها او التعريف بتاعها بشكل كامل بيكتبها لي مثلا او بيحطها لي الجدول او الحاجات اللي هي recently completed او بتعمل لها release خلاص وبيكتب لي كمان التاريخ بتاعها ده لستة يعني عاملها يعني من يومين فزي ما احنا شايفين كده في شهر اتناشر بس في كام جينوم عندي متعرفين ومعمل لهم release ومحطوطين على الجينبانك وبالتالي الموضوع في كل شهر في عندنا كمية كبيرة يعني يمكن كل يوم بيتحط اكتر من جينوم على الباتابيز بيترفع وبيتعرف علشان اهمية الداتا اللي احنا والمعلومات اللي احنا بنحصل عليها وبنقدر نطبقها من خلال تعريف الجينومات دي فيه كمان الانسيمبل بلانت دي من الباتابيزيز اللي عليها different tools وابليكيشنز بقدر بستخدمها في حاجات كتير اقدر مثلا هنا اكتب اسم الجين اسم واسم الجين اللي انا مهتمة به واعمل عنه سيرش واحصل على المعلومات الخاصة به او بعد كده اقدر اعمل بقى different types of analysis طب الانالسيز دي هتديني حاجة جديدة ولا مش هتديني حاجة جديدة بالتأكيد هي هتديني معلومات جديدة خاصة بزي ما احنا قلنا انا بقارن علشان احصل على معلومة فاول حاجة انا مثلا ممكن من التولز واشهارها اللي انا بستخدمها اللي هي في انواع تانية من الانواع فهنا ده بيبقى حاجة اسمها ده بوكس كده بحط فيه sequence بتاع البروتين اللي انا عارفة من موض الارجانيزم مثلا هو معروف في الارابيدوبسيز وانا مش عارفة في نبات معين مثلا فانا احط sequence بتاع الارابيدوبسيز ده وبعد كده اقوله دور لي عليه في النبات الفلاني او في النباتات الخضرة كلها او في الطحالب بختار اقوله هو دور لي فين على حسب انا جايبا منين وعايزة بدور في كائنات اين وبعد كده بيطلع لي الريزلت بالشكل ده بتكون دي النتائج بتاعت الحاجات اللي تشبهت بشكل كويس مع الكويير اللي انا دخلتها وبيديني بعض القيم هنا اللي بتعبر لي عن اقدر اقرر بقى او اقول انا اخدها ولا مش اخدها من اهمهم ال E-Value باخدها عند لو هي قيمة معنوية مش باخدها لو هي قيمة صغيرة جدا مش باخدها بيديني كمان Graphic Summary كل نتيجة من اللي احنا شفناها دي كل خط من ده ازرق من ده او نتيجة من دي بتمثل بخط هنا باللون المريضة فانا عندي مسلا ده القوير بتاعي اللي باللون اللبني ده ودي النتائج اللي طلعت لي انها شبه او وبعد كده بيديني كل واحد من دول اقدر اشوف كمان اللي هو في الحقيقة هنا بيكون جلوب سيكوينس اللي هو هنا بيكون بيعملي ترتيب للكوير اللي انا مدخلاها مع النتيجة اللي طلع علي وبيبدأ يقول لي ايه التشابهات ولو في حاجة مختلفة لكن هنا كان عندي كله متشابه بنسبة 100% مفيش تتابع واحد مختلف بقدر ان انا اعمل ايدنتفيكيشن للجينات لو انا عندي شريط من الDNA نيوكليوتايد سيكوينس انا مش عارفة هو ممكن يدي بروتين او ما يديش فاقدر اعمل عن طريق ان انا بعمل حاجة اسمها بحط السيكوينس بتاعي هنا بتاع نيوكليوتايد سيكوينس واقول له ويعرض لي بقى الopen ريدنج فريم معناها ان انا بيكون عندي ترجمة لأمينو أسد عبارة عن حروف متصلة انا بدور على ما يكونش فيه اللي هي اللي زي ما احنا قلنا عملية الترجمة بتكون بشكل متصل وبالتالي انا لازم ادور على مفيش فيها تبدأ طبعا بالمسايونين اللي هو الستار تقود وبتنتهي بستوب كود اللي هو الستار وبالتالي ده بيكون السيكوينس المسؤول عن الانتاج البروتين وفي الحالة دي اقول ان السيكوينس بتاعي ده في potential لانه في النهاية الموضوع كله اقدر اتأكد من وظيفة جين مثلا لو انا عملت في عندي مجموعة من الجينات انا بعرفها طبعا عشان اعرفها انا لازم اعرف الوظيفة بتاعتها او اتأكد اذا كانت هي دي فعلا هومولوجات جين ولا لأ فبقدر اشوف الكونسيرف الدومين انالسي يقول لي مثلا ان المجموعة دي فيها الكونسيرف الدومين المسؤول عن النيترليز سوبر فاميلي او الورنسين وبالتالي بتأكد منها لو انا مدخلة او انا عندي اخذ زي ما احنا قلنا نموذل وببدأ بقار بدور على اللي شبهه فلو انا اطلع لي نفس الكونسيرف الدومين اللي موجودة في البروتين اللي انا مهتمة بيه اذا انا بتأكد ان هي الهومولوجات ده مضبوط كمان بقدر اعمل اللي بتديني معلومات عن او بتديني معلومات عن التطور او بتقدر توضح لي كمان او اللي هي بتكون نتجة عن او في الجينوم كمان اقدر ان انا من خلال بتاعة البيو انفورماتيكس احسب بتاع البروتينات اقدر احسب الايزوالكتريك بوينت اقدر احسب ال بتاعة البروتين هو لو اكتر من 40 بيكون مش فاقدر احدد الحاجات دي وعمل لها اقدر كمان اتوقع المكان بتاع البروتين ده مكانه فين في الخلية هل هو موجود في هل هو في الممبرين هل هو في 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 وده بيكون مبني زي ما احنا قلنا ان انا ببقى في عندي تارجيتنج سيجنال او سيكوانس معين بيكون موجود بيقول لي ان السيكوانس ده خاص بالارجانل الفلاني بيحصل تارجيتنج للبروتين ده للارجانل ده فالتولز دي كلها مبنية على الالجوريسم بتقدر تعملي او توقع طبعا بيبقى في خطوة بعدها ان لازم بعمل ده يعني بتأكد منه بالتجربة ولكن هو في النهاية البردكشن ده بيديني صورة بتسهل علي كتير ان انا لو بتوقع هو فين فاتأكد من الحاجة انا عايز اتأكد هو جوه البلاستيدا اتأكد الارجان اللي هو هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا وأضيع وقت كبير وبرضو تكلفة كبيرة اقدر اعمل للجين اعرف الجين بتاعي ده هل هو ما فيش فيه انترون ولا هو فيه انترون واحد ولا هو فيه اماكن اكتر من انترون يعني واقارن الجين ده في النبات بتاعي بنباتات اخرى وهكذا اقدر اعمل لو انا عندي الجينات بتاعتي اقدر اعرف التوزيع بتاعها على الكروموسومات بتاعتي بتاع الكائن سواء كان امحة او غيره او اي نبات اقدر اعمل الريجولاتوري المنت او المنطقة بتاعة المنطقة اللي هي قبل بداية الجين اقدر اخدها واعمل لها سكانين كده اشوف ايه الريمانس اللي موجودة الريجولاتوري موتيفز دي بتكون طولها حوالي من ستة لخمستاشر بيس بير لونج وبتكون مسؤولة عن او بتتحكم لي في بتاع المسانجر RNA ده وبالتالي بيكون عندي منها انواع مثلا الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لي الريمانس اللي موجودة اللي هي بتكون بتستجيب للهورمون او الفايتو هورمون سواء كانت او او سيسك أسد او مسايل جاسمونيت او جبريليك أسد وبالتالي وجودها بيعرفني اننا نتيجة زيادة الهورمون ده بيحصل او بايندين هنا مع الصيد ده وبالتالي بيحصل على طول بتساعد في عملية للبروتين وهي بيكون اما بنقسمها للايت ريس بونس ايلمنت او او هورمون ريس بونس ايلمنت او ايلمنت لها علاقة بالديبلوبمنت او ايلمنت لها علاقة بالسايت بايندين والبروموتر عشان تسهل عملية الترانسيكريبشن وبقدر ارسم صورة كده بتوضح لي الاعداد بتاعتها وقدر اقارن بقى الجينات بتاعتي ببعضها او الهوميلوغز او الهوميلوغز وقدر اعرف كل واحد ايه كان اكتر منه ايه الحاجات اللي موجودة فيه وبالتالي هي دي العوامل اللي هتأثرلي على الجين واقدر ان انا اعملها بشكل تاني صورة ماب كده عشان اقدر بشكل مفصل اعرف الجين الفلاني ايه الهوميلوغز اللي موجودة فيه طب ايه مش موجودة مثلا هنا في ايه او وهكذا اقدر اعمل موتيف لو انا عندي البروتين بتاعي اقدر اعمله سكاننج للموتيف والموتيف دي اقدر اعرفها على الداتا بيز فهنا الصورة دي بتوضح لي ال different motives اللي موجودة في كل بروتين فهنلاقي ان البروتين فاميلي الوحدة بنلاقي ان الموتيف بتاعتها مشتركة هنلاقي ان دول فيهم نفس الموتيف اللي موجودة اه هنا برضو دول نفس الموتيف وهكذا احيانا التحليل ده بيطلع لنا بعض الموتيف اللي ما بتبقاش معرفة على الداتا بيز او مش موجودة في الداتا بيز وبالتالي لو هي كونسيرفت زي الموتيف رقم سيفنتين وي ناينتين ال two motifs دول كانوا في الدراسة دي كانوا نوفل موتيف ما ما كانوش موجودين على الداتا بيز وهما كانوا كونسيرفت في مجموعة من البروتين فاميلي وبالتالي هي بتكون يعني خطوة كويسة او نتيجة كويسة ممكن يتبنى عليها further research يعني او تدينا معلومات عن وظيفة جديدة للجزء ده من الموتيف او السيكوانس ده التطبيقات بتاعة الجينوم ويد اناليسز لها امثلة كتير زي لو انا عايزة ادرس جين فاميلي او اعمل جين فاميلي اناليسز اقدر استخدم الجينوم ويد اناليسز لو انا عايزة اعمل لوظيفة معينة للجينات اقدر استخدمها برضو او لو انا عايزة اشوف ال stress tolerance في different genotypes المolecular based بتاعها اشوف هو مختلف ايه في tolerance زي المسال ده ال genome ويد ايدنفكيشن او او اقدر ادرس ال ابيوتك سترس سواء هيت سترس او اي نوع من ابيوتك سترس او ادرس البيوتك سترس سواء كان مسبب لي او اي او اي او او ادرس انا لو مهتمة بعملية ايضية سواء كانت بايو سنسز او او لو هي ترانس ترانس بورت المهم ان انا مهتمة ب باثوي معين وعايز اعرف ايه اللي بيحصل له نتيجة التريتمنت بتاعتي او تحت ظروف استرس معينة فبقدر اجمع لو انا عارف الباسوي ده ايه البروتينات اللي دخل فيه بشوف الجينات المسؤولة عنها واجمعها وابدأ استبع نفس الخطوات اللي قلناها اعمل ايدنتفيكيشن للجينات دي وابدأ لوق جين اكسبريشن وابدأ ان انا ادرسها في الظروف اللي انا مهتمة بيها اقدر ادرس ال بيولوجيكال نتورك زي ما احنا قلنا المثال بتاع البروكسيسومال نتورك او هنا مثال في اي نبات او اي كائن اقدر ادرس الجين اكسبريشن ان ديفرنت تيشو لو انا عندي ديفرنت تيشو البحث ده كنت نستخدمه في ديفرنت تيشو من الروت والشوت والليفز وشفت الميتابوليك بسوي في الديفرنت تيشو دي كان تحت ظروف الدروت كمان فكان في اكتر من اقدر ادرس الجين اكسبريشن ديفرنت ديفرنت تيشو لو انا عندي نبات مثلا بادرة في ال واقدر اشوف ايه التغيرات اللي بتحصل في معين او في جين فاميلي معين اعرف دورها في ديفرنت ديفلوبمينتال استيج دي اقدر استخدم الجين والانالسيز و الكمبراتف جينوميكس عشان اوصل لمعلومات مفيدة وعلشان كده بقى في بيواناليتيكال ريسورس او براوسرز مبنية على الداتا اللي بتنتب من الاريني سيك مثلا او من المايكرو اري ريزولت بيتبنى عليها براوسرز ممكن انا بس ادخل اكتب هنا اسم الجين او اكتب الاد بتاعه واختار الكونديشنز احيانا بيكون في براوسر مبني على تقربة واحدة زي ده مثلا كده او بيكون في براوسر تاني ممكن ادخل اختار بقى انا عايزة تحت البيوتك سترس ولا البيوتك سترس ولا تايم كورس ولا ايه واقوله جو ويبدأ يديني صورة دي البراوسر ده مبني على فبيديني البيوتك بتاعة في البزرة لما بيحصلها بمرور الوقت من اول من وهي وبعد ساعة ثلاث ساعات لغاية ثمانية أو ثلاثين ساعة وبيشوف التغير بيعمل نفسها بيعملها او زي تقطيع او تفصيص كده كل مكون من مكونات البزرة دي كل تشو بيشوف بتاع الجينات فيه فانا دخلت له هنا اسم جين هو طلع لي الانوتيشن بتاعه وحطت له الID فهو قال لي ان ده الارابدوس السليانة مثلا وده اللون الاحمر ده زي ما الكي هنا بيوضح بتاع الالوان انه هو ده الابريجيليشن حصل له بشكل كبير يعني زاد هنا مثلا من بعد 16 ساعة لغاية 31 ساعة وبدأ بعد كده يقل في الاندوسبير ولكن هو في الكوتليدون مثلا ما كانش اكسبريست في الراديكال ما كانش اكسبريست وهكذا فبقدر اعرف معلومات مفيدة ده براوسر تاني مبني على تجربة كانت عاملة لنباتة الارابدوبس وكانت عاملة الجين اكسبريشن للروت فانبين لي بيوضح لي الاكسبريشن بتاع الجين اللي انا بدخله وانا دخلت له هنا مثلا اي دي كان بتاع الارجينين دي كاربوكسليز دو فقال لي هو والله هنا بيقول لي بقى هو الاكسبريشن بتاعه عالي فين وقليل فين بالنسبة للانسجة بتاعة الجزر وده من ديني لابدوبس ده براوسر تاني زي ما احنا قلنا في تجربة واحدة فيها وبياخد لي القيم وبيوضحها لي في صورة كده ده نبات الارابدوبس فبيقول لي والله ده كان الجين ده الاي دي بتاع الكتاليز ده الاكسبريشن بتاعه دي في الكنترول كانت كده واقارن انا بقى الدراوت مثلا عمل ايه او عمل ايه فهنا الاقيها مثلا ده مقارنة بالكنترول ال ولا زاد طب هنا مثلا في الجزر لونه احمر يعني زيادة لكن في الورقة يعني قليل ازرق يعني ده في الجزر الاكسبريشن بتاعه اعلى من الورقة وهكذا فكمية المعلومات اللي انا ممكن اخدها بتكون كبيرة جدا ده مسلا الاجزاء بتاعت النبات كله من اول البزرة لغاية الاجزاء الورقة في مراحل مختلفة للشوت ابيكس واستمر والزهرة بيوضح لي بقى التوزيع بتاع الجين ده بيبقى متوزع ازاي زيادة فين وقليل فين الدور بتاعه فيه بقدر افهم الحاجات دي كلها طبعا ده مش في الارابدوبسس بس في بعض النباتات اللي بيكون لها براوسر اقدر اخد منه معلومات بس الحقيقة ان عدد النباتات دي مقارنة بين التجارب اللي متاحة للارابدوبسس قليل جدا 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 ومش كل النباتات كمان نباتات قليلة جدا اللي بيكون لها متاح حاجة زي كده في النهاية انا يعني عايز اقول ان بايو انفروماتيكس مهمة جدا بتدينا معلومات مهمة جدا في الاناليسز او الجين التطور بتاع الاميكس تكنولوجي كل يوم بيتطور اكتر من اليوم اللي قبله وده لازم بيحصل معا تطور في البايو انفروماتيكس والتطبيقات بتاعتها ده بيخلينا يعني نقول ان احنا عايزين نطور الابحاث بشكل كبير في المجال ده ونقدر نستفيد منها في تحسين انتاجات المحاصيل ومقاومتها لظروف وشكرا اتمنى ان اكون حاولت الامي الموضوع بشكل يعني يوصل الهدف بتاع عنوان المحاضرة وماكنش كمان اخليت بتفاصيل مهم شكرا لحضرات شكرا يا دكتور هيبة جدا جدا امتعتينا محاضرة متميزة مش بقولي انا بقول لاني مش متخصصة انا تحصص تصنيف فلورا لكنه او بايوستيماتيكس لكنه معظم اللي موجودين بيشكروا حضرتك جدا جدا على الشات محاضرة جميلة متميزة من محاضر متميز عالم متميز بنشكر جدا 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 على هذه المحاضرة وعلى تعب حضرتك في تحضير المحاضرة اللي حضرتك بدأتيها صراحة بسيكوينس لطيف جدا جدا خلى الناس كلها فهمت ودخلت بمفهوم بسيط لحد ما وصلنا الى التعقيدات الاكتر في الجين سيكوينس ولا في البروكسومز ولا في حلاجات الكتيرة اللي حضرتك تفضلتي بعرضها مسكورة عندي سؤال صغير العافية فنم تفضلي حضرتك شكرا لك لفن عندي سؤال صغير يا دكتور هابا بسي طبعا اكيد حضرتك تعرفي ان الجروب ده هو جروب عبارة عن جيناتيكس وعبارة عن تاكسونومي وبايو ديفيرستي وبالتالي دايما بيقابلنا سؤال مشكلة عويصة للناس اللي بيشتغلوا بايو سيستيماتك زي حالاتي كده بنشتغل على نباتات برية يا فندم وبنشتغل مورفولوجي فساعات بنلاقي في السيم هابتات يعني نفس الانفيرومينتال كوندوشن فيه مورفولوجي كتير جدا جدا في نفس النبات فبنبقى محتارين هل يطار ده ريليت اللي إذا كان هل هو عبارة عن دوبليكيشن مثلا عبارة عن بيسموها البوليبليدي كرمسون بوليبليدي ولا عبارة عن أنيبليدي والذي نتيجة لنفس التفاعلات اللي بتيجي من نفس النبات وانتقال الجين من الجزء علشان يبقى الاكسبريشن ما بين السايلانت ريجون والاكسبريشن ريجون لما بيتنقلوا الجين في ديفرنت لوكيشن بيدي ديفرنت اكسبريشن ده موضوع محير جدا جدا وما نقدرش نعرف على فكرة الجين ولا الجين لكيشن لأنك لو دكالت على الانزي باي النباتات دي كلها غريبة محدش يشتغل عليها قبل كده وبالتالي بنلاقيش عنها معلومة لو حضرتك نصيحة صغيرة كده قد تتفضلي بيها لينا من حكمة خصوصك وهيتفضل بعد إجابة حضرتك مباشرة الأستاذ الدكتور أشرف يتابع المناقشة ويتابع الحوار والمداخلات شكرا نية فندم اتفضلي عافية دكتور اللي أنا ممكن يعني أقترح على حضرتك إن أنا أشوف أقرب relative species يعني لو النبات بتاعي ده إيه أقرب حاجة ليه في الوضع التصنيفي وتكون متعرفة فهي دي اللي أخدها كريفرانس ليه وأحاول إن أنا أدرس الجينوم بتاعها وممكن إن أنا أقترح كده إن في مثلا التغير ده نتيجة حاجة محددة لو أنا قادرة إن أنا أستشف إيه الحاجة دي يعني مثلا حاجة لها علاقة بإيه مثلا بمجموعة من الجينات مسؤولة عن محددة فأنا ممكن هي دي المجموعة دي اللي أنا أدرسها فأحدد أقصر دراستي على الجروب أوف جينز دي بس وأبدأ أدرسها باستخدام الريفرانس جينوم بتاع اللي هو relative species اللي هو معرف لكن لو ما فيش بقى أي حاجة تكون relative أو قريبة منه وهي متعرفة وده ما أعتقدش برضو يا دكتورة دلوقتي لأن هي أغلب النباتات إلا إذا كان هو نبات اندمي لا في النباتات البرية في النباتات البرية نقول بنسبة تسعة وثين في المية ما فيش data عن الجينوميك بتاعتها أو ممكن يكون حد شغال مش عقف وحطت شغال وحطت جزء من حاجة كده يعني فهم حضرك بس حاجات فرجمينتوري جدا ومش في كل طبعا أبدا أبدا حضرتك ممكن تدخلي على فيتوزوم فيتوزوم ده هو خاصة بالجينومز بتاعت النباتات عليها نباتات عليها حاجات برية فممكن يكون لو حضرتك مهتمة بنبات محدد السايت اسمه فيتوزوم حضرتك لو عملت عليه وارد يكون في أو حضرتك تقدري تشوفي من الموجودة على الموقع لو في حاجة قريبة منه حضرتك عارفة أنه نفس الوضع التصنيفي ممكن حضرتك ترجع لها شكرا على زوئك شكرا لإجابة شكرا بيسنا اللي هنحاول ونتوصل لبقى حضرتك بعد المحضرة شكرا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بشكر الدكتورة هيبعة لمنحضرة طيمة جدا ودكتورة هيبعة طبعا جات من خلفية فيسولوجية إلى خلفية وراثية وبساطت عملية جين انا بعتذب كده لا لا أنا لسه بدخل في الكلام أنا بس عشان بسط الموضوع للناس لأن طبعا كلام دكتورة وفاق عمر لما تكلمت مع استطلاع الحضور بشعر أن أنا محتاج أوضح بعض الخلفيات اللي محتاجة يضاح وحضرتك وضحت الكويس قوي بس في بعض الحاجات محتاجة برضو نتكلم عليها زي السل سبسيفيك سبلايسنج حضرتك قول في أن الجينيت كود بتاع البروتين DNA DNA RNA بروتين إحنا عارفينه من زمان أول جينيت كود وكده لكنه بدأ نعيد فيه نظر هو ماش بنعيد نظر في الجينيت كود في ذاته سواني يا دكتور أوضح حاجة بتترجم إلى بروتين بترتيب الأحماب الأمنية في البروتين من غير اختلال الكودونز بتاع المسينج RNA لكن بنقول أن الجين ممكن يبقى كبير ويحصل له سبلايسنج ودي بيسموها سيلس بالسيف سبلايسنج يعني قد يعبر الجين عن نفسه في نسيق بشكل ويعبر عن نفسه في نسيق آخر بشكل ده لا يغير أن الجين ممكن يتوائم مع الكونديشنز اللي تعرض لها في بعض الأنسيق ده المقصود السيلس بالسيق سبلايسنج وبجناء عليه ممكن الجين يدي ديفرنت بروتين زيو انت كنت لمحة دي حاجة الثانية أهمية تحليل الهومولوك كلمة الهومولوك إن أنا بيبقى عندي الجنوم نفسه في الكائنات الحية بيتطور من اللي ما لهاش غلاف نووي إلى اللي هي لها غلاف نووي عدد من الكرموسومات وفيه أنواع متضاعفة العدد الكرموسومي إلى أخر لكنه مش معناها إن أنا لو خدت جينوم بالهومولوك بتاعه شبه بعض لأن فيه اختلافات أولا في دي نفسه ثانيا بقى بيبقى أكتر في الجين يعني لو تعبير الجين اللي نفس الجين هيختلف من مكان لمكانه عمر النبات وفي نباتات مختلف وبناء عليه يعملوا سيستيماتيكس عشان نردوا على بكتورة وفاء اختاروا مجموعة من الجينات اللي هي كونسيربي اللي هي متحفظة يعني لا تتأثر بالميتابوليزم تدخلش في عمليات الميتابوليزم كتير علشان تبقى معيار دائما نيجي نعمل تصنيف كده والصفة التصنيفية لا تتأثر بعوامل ثابتة ما متأثر بالبيئة جينز نبني عليها الفايلواتي الحاجة التانية ان استخدام الجينوم كتير بيخلينا نعتمد على المتاحة واحنا ما عندناش فهيصرفنا عن معامل عن التجارب العملية في المعمل وفي الحق والكلام ده مش بس لنا احنا في نصر يعني حتى بشكل عام بشوف ان براحة جدا لكثير من الناس زي المودلينج كده في الإيكولوجي واحنا لسه نحتاجين شغل معملي وداتا علشان نفهم هل المودلينج اللي احنا بنعمله ده مظبوط ولا لا هل الجنوم اناليسيز ده مظبوط ولا لا لما اعمل اناليسيز ويقول النبات تحت السلينيتي فيه 44 جين نتأثره و400 جين نتأثره بنصف أقل طب انا كده هدور على أن الجين هو اللي أصل في الآخر فأنا برضو دخلت فيه مكان محتاج أبقى عايز فيه معلومات أكتر يعني دي طبعا بعض الخواطر اللي جات في ذهني واحنا بنشتغل وانا طبعا اوير بالجنوم اناليسيز ولازم الجنوم اناليسيز بيزد على الجنوم الداتا الجنوم الداتا قليلة زي احنا لسه بنقول ان الوالد سبيشيز قليل قوي منها اللي جنوم الداتا بالذات على مستوى وعلى مستوى الار ان اس فده شغل كويس جدا بس نحتاج ان احنا تورك وز ار ان داتا ما نعتمدش على البيون فرماتيكس وإلا ان نتحول الى بيولوجي مش ده التعقيب طبعا وانا امحترم جدا المامك بالمجال اللي انت دخلت وتفوقت فيه وشرحت ان محاضرة متميزة تبايل لنا اهمية الجنوم في مجال الميتابولوميكس بشكل شكرا جزيلا لتعقيب حضرتك يا دكتور انا انا طبعا بسنع على كل اللي بيتكلمهم بس انا بشعر في الاخر ان انا محتاج اقول وجهة النظر اكيد اكيد يا دكتور اولا هي حاجة تساعدنا ثانيا يعني هنستفيد منها يعني ده بشكل مش مشكوك فيه ابدا يعني بكل تأكيد بس انا بس حابة اوضح لحضرتك حاجة وجهة نظري او اللي انا قلته يمكن بس هو حصل سوق فهم انا ما قلتش يعاد النظر في الجيناتك كود انا قلت السنترال دوجما يعني يمكن دي حاجة من اللي احنا عارفين السنترال دوجما حضراء حطاها دي هي بتعبر عن يعني understanding من الجين اكسبريشن فيه transcripcion modifications او ايبا ايبا بوست بوست transcripcion تمام بعد ما البروتين قبل ما البروتين يتكون ممكن يحصل انهي قودن زي تدي البروتين وبعد ما البروتين تتكون يحصل عليها modifications كمان وده يمكن الماكرو RNA بتلعب دول كبير في الحتة تمام اه بس انا ما قصدش انه تغيير في الجيناتك كود او يعاد النظر في الجيناتك كود انا انا قلت لا انا ما قلت يعني انا بقول انه هو لازال الاساس بتاعه DNA RNA بروتين موجود اه طبعا ما بقاش حاجة ريجد اه ده اللي كنا ايوه ده بس اللي انا حبيت اوضحه ان الجين مش بيديني بروتين واحد ممكن يديني اكتر اللي هي معناها يبص معناها ان اثناء تكوين البروتينات وهي عملية الترجمة اللي بتكون البروتينات هي وضع الامينو اصدز مع بعضها بالبطاية بترتيب الكودنز بتاعتها ده ممكن يتقص واحيانا نشوف الخلية عايزة اني بروتين والكودن يتغير عشان يدي لها البروتينات اللي هي عادة عشان تتوقف مع استرس جديد عليها او كلا وتحاول تتعايش مه كلا مظبوط ولا لا طبعا مظبوط انا بس بوضع انا ما قلتش الجيناتي الكودن ما اصدتش يعني انا حباتك انا وضع للنهور يعني الحاجة التانية دكتور بالنسبة للهومولوكس طبعا هو بينهم اختلافات لكن انا اصد ان الهومولوكس في ال different species اكيد بينهم اكيد هما مش متطبقين يعني انا ما اصدتش ان هما يكونوا متطبقين ولكن اصدت ان ال conserved domain بتاعة البروتين على الاقل دي لازم هتكون واحدة بالنسبة هل هو بروتين بيدفل في الميتابوليزم وبيتغير ولا هو بروتين ساب لو كان استراكشور البروتين غالبا الدومين بتاعه بيبقى بغيرات في ضعيف لكن لو كان فانكشنا ممكن نيبقى المسماسينج مور كومن فيه عن استراكشور البروتين ايه تمام يا دكتور ايه بنسبة للبيو انفورماتيكس انا استحالة ان انا يعني انا مع حضرتك تماما في ان ما ينفعش اعتمد على البيو انفورماتيكس بس هي براقة هي ممكن تكون براقة للبعض ولكن يعني الناس العارفة قيمة البيو انفورماتيكس عارفة ان ما ينفعش عمل البيو انفورماتيكس من غير اكسبرمينتال باليديشن يعني ده اللي انا وضحت وانا اعملت اناليسي انما مش لازم ما فيش اصلا بحس بيتنشر انسيليكو بس يعني في حالات ممكن تكون بسيطة جدا وفي مجلات في حالات ندرة او في مجلات صغيرة ما فيش بحس بيتنشر انسيليكو فقط ممكن يكون بحس طالب ولا حاجة اساعده يعمل حاجة زي كده لكن بحس ليا ما عملتوش قبل كده خالص يمكن بعض المجلات بتقبل انسيليكو اناليسي وبعض الناس بدأت تمشي انا ما حاولتش بصراحة انما انا لا انصح الشباب لان احنا عندنا حد بشغال مودلينج وبحاول انصحه بس هو مش عجباء زي ما حضرتك انا كويس كان انا اتكلمت محضرتك قبل كده ودي مناسبة اقول للشباب خلوكو بالاكسبرامينتل وعملوا المودلينج بتاع وعملوا هو ما فيش غنى عن الاكسبرامينتل يعني انا دي كلها زي ما انا قلت كده دي كلها في النهاية دي توقعات انا ما ينفعش اعتمد عليها يعني حتى وانا بقول قلنا ان بيبقى لها لكن هي كل الحكاية الفايدة انها بتقللي الاحتمالات يعني هي بتتوقعلي او بتعملي ان هو في فانا لما هعمل بروتين فيوشن بجي اف بي او ار اف بي علشان اشوف بتاعه داخل الخلية او داخل الارجنزم فهعمل السيجنال بتاعة الكولوروبلاست او البلاستيد سيجنال مش هعمل مثلا عاوض اجرب البروكسسوم وعاوض اجرب السيتوبلازم وعاوض اجرب النيوكليس ومش هجرب كل ده بالتجربة فهي بتعمل الجينوم بتاع البلاستيد سابت الى حد جدير من دين كل لا انا مقصدش الجينوم بتاعي البلاستيد زمان انا اقصد البروتين بتاعي ده لو انا عايز اعرف انه هو جوه البلاستيدة ولا لا فانا بعمله فيوجن ببروتين واصوره تحت الميكروسكول والله هو جوه جوه البلاستيدة ولا جوه حاجة تانية لو شفت اللون الافضر ماضح يا دكتور موضوع طويل وعايز فيه ديبيت كتير لكن عدل الرفعين يدون كتير وبيسألوا كتير اه ماشي ادرهم فرصة بس عشان ناخد فرصة بس الحوار لنا علشان ما فيش حب ايوة وعدين الناس تتمشون دكتور إبراهيم عشور افتح من عند حضرتك دكتور إبراهيم دكتور إبراهيم عشور افتح ايوة اتفضل شكرا جدا لحضرتكم وطبعا شكرا لأستاذ الدكتور إبرا طبعا هي أستاذة أصلا في البريمستر دكتور كان عندي كومنتو بسيط حضرتك كنت قلت في ال E-Value بتاع البلاست اللي ممكن تكون significant أو non significant طب هي على أساس وهل هي لو ننسج نفجان هالممكن أخليها significant وشكرا لحضرتك لأ انت مش هتعرف تخليها هي بتبقى أو تبطل عالك كده فانت القيمة زي ما أنا قلت لو هي صغيرة يعني ال E-Value لما بتبقى مثلا عندي 3 في 10 والصناقص 180 ده معناها ان الرقم ده في 180 صفر بعد العلامة يعني عندي علامة وبعدين 180 صفر وبعدين الرقم اللي هو 3 بقى أو 1 أو 2 ده معناها أن الرقم بعيد جدا يعني صغير جدا وبالتالي أنا أقدر أعتمد ده إن هي إحصائيا تكون significant وبالتالي أقدر أخذ النتيجة دي معايا لكن لو هي مثلا 5 من 10 1 و 2 من 10 في 10 قيمة صغيرة جدا يعني يفضل إن أنا أخذ القس بستالب ده يكون كبير ده معناها أن القيمة صغيرة جدا وبالتالي هي معنويا أقدر أحسبها معايا شكرا في علوم كفر الشريف وبحث مشارك بجامعة من الأطلاق كندا سعيد جدا بحضوري اليهاردة بحضر القيمة جدا بشكر دكتورة هيبة على المعلومات القيمة بشكر أستاذي المنظمين لورشة العمل أو المحضرة أو أخص وأستاذي دكتورة إن لنكس لحاجة بستخدمها هذه الوебسايت لحاجة بستخدمها عشان تعملي جين identification أو measuring the protein parameters وبردو البريدكشن بجين structure ده حيكون مفيد جدا وأتمنى إذا كان في كمان ورشة عمل بعد المحضرة المتميزة دي إنها محضرة مفيدة وثيرتك إذا كان في كمان ورشة عمل applicable how to use these websites أو database ونحن نقدر نعمل الاناليسس دي كأجزامل حتى بس جميل جدا نحن خذنا background على شغل لحضرتك بس حاول نحن نستخدم أو نطبق ده شاكل جدا لحضرتك وشاكل جدا شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور أنا بنوه بس إن كل اللينكس لحضرتك طلبتها دي موجودة في البحث ده والبحث التاني بتاع جورنال أوف إكسبرامينتال بوتاني فالبحث ده قدام حضرتك على الشاشة هو على BMC جينوميكس منشور السنة دي فحضرتك هتشوف كل التولز واللينكس الخاصة بالجينوم ويد أناليسس اللي أنا استخدمتها هي موجودة اللينك واسم التول بتاعها أو داتا بيز محضرات يوم سبت أو حد عشان لو في حد بره مصر وحاجب أنه هو يقدر يشارك تبقى فرصة جيدة لأن في الوقت ده بيكون وقت عمل فبيكون صعب بالنسبة لي أو ممكن أي زملاء في دول تانية برضو معبدو من مشكلة في الموز على حضور ورش نعمل المنتدر شاك جدا أنا حضرتك وأتمنى لو فيه تنظيم سعيد أنت معنا في المحاضرة استعدنا طبعا أنا سعيد جدا وطبعا أشرف لي أن أتلمس حضرتك ونقامل باكاريز لحد دلوقتي أشرفتك جيد الله يعزي دكتور سامي إزا حضرتك وحاشتك كثير والله الله يعزي ناصر عباس فضل السلام عليكم جميعا وكل التحية للدكتورة هبة العزيزة على المحاضرة الجميلة دي وشكرا موصول الأستاذ دكتور أشرف وأستاذنا الأستاذ دكتور عفتاح بدري لرعايتهم الكريمة لهذا المنتدى العلمي الرائع أنا عايز أقوله أن الديتابيز أو الجينوميك داتابيز هي بتساعدنا أن احنا ندور على إبرة الإبرة اللي في كومة الأش يعني أنا لو أنا عايز أدور على جينات معينة خاصة باللسترس فالجينوميك داتابيز والموديل اللي بحطوط واللي اللي 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 عملته قبل كده بتساعدني أن أنا أركز البحث بتاعي في جينات معينة في باثويز معينة طبعاً طبعاً الدكتور اللي لفت حضرتك الترى هبة لموضوع الديتابيز واللي حضرتك عملت عليها زيرش الفري والحاجات البروغرامز أو برضو الفري لينك في الويب اللي ممكن أن أنا أحمل عليها السيكونس بتاعي ويتعمل لي أناليسيز يريد حضرتك طبعاً هو موجودة طبعاً في البيبر لكن يريد يبقى فيه لبعض الناس اللي ما عندهمش وعي بالموضوع وأهميته يريد حضرتك يبقى فيه محاضرة عن الموضوع ده الجزء الآخر أنا عايزة برضو أتحدث عليه أن مش بس النكس جيروريشن سيكونس هو اللي بيدينا الإمكانية لأننا نعمل كومباراتف جينوم أناليسيس فيه طبعاً فيه الملتيبليكس السيمبليكس بي سي آر وفيه الار اف البي وفيه الاف البي وفيه الأفضل كمان بالنسبة لعملية السيمبليسيتي للجينوم سيكونس اللي هو الفيري كومبليكس للجينز وآسف للإطالة أقدر أقارن الجينوم وده هدف الآخر يعني بيتم تسوكية أنا لا أنتقس أبداً من القيمة لا 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 ده حضرتك كتب خيرك أنا بقول لشباب الباحثين يعني اللي عندنا ناصر لأن ما عندهمش إمكانية أنه يعمل يشتغل على والله يا دكتور والبروتيوميكس برضو هي ما هيش سهلة قوي يعني يا دكتور يعني أنا ما أعتقدش أنا قبلت حتى هنا بيعمل كمان إمكانية كمان إحنا ندور على الفوسفريليشن للمحتوى البروتيني برضو يعني فيه إمكانيات كثيرة جداً للي عايز يعني يتبحر أو عايز يوصل لحاجة في هذا المجال شكراً لحضرتك دكتورة شيماء افتحي ما عنده حركة دكتور السلام عليكم طبعاً بشكر أستاذنا أستاذ دكتور عبد الفتاح بدر وهو أستاذي وأستاذ أستاذ زيتي كمان يعني وبشكر طبعاً دكتورة هبة محاضرة متميزة أكتر من رائعة وكان نفسي أسأل دكتورة هبة إحنا يعني هنتقل إمتى من المرحلة اللي هي بنشوف التكنيكس بتاعة الانجي اس معظم الريسنت ريسيرش بيعتمد عليها وإحنا إلى الآن في مصر يعني مش قادرين نستخدمها استخدام فعلي استخدام نوت انسيليكو ولكن اللاب نعمل اكسبيرامنت كاملة نقدر نعمل بيها أناليسيز لكل الترانسكريبتوم لكل الجينات اللي حصل لها أب ريجيوليشن أو دون ريجيوليشن على السواء بعد تريتمنتس معينة أو نتيجة environmental stressors مختلفة يعني هل حضرتك مثلا جربتي تعملي application للانجي اس عن طريق experiment معملية هنا في مصر وكانت تكلفتها كام وإيه الأماكن اللي ممكن تقدم السيرفيس دي لأن هي في الخارج بتعمل بتكلفة عالية جدا في نفس الوقت طبعا أنا بشكركم على المحاضرات الرائعة دي وأتمنى أن هي تبقى في استمرار طبعا الاستخدام بتاع الـ data basis المختلفة زي الكيك باسوي اللي تقدر تدلنا مثلا إزاي نستخدم الباسوي المعين أو ندرس باسوي معين أتمنى إن شاء الله تكون في الحزبان في المحاضرات الجاية إن شاء الله وبشكركم جدا على المجهود الرائع والتنظيم الجميل للعرض في المحاضرة وربنا يوفقك يا رب شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا يا دكتورة عايزة أقول لحضرتك أن أنا عانيت في الموضوع ده كتير وفي النهاية ما وصلتش لحاجة وللأسف ما وصلتش لحد هنا بيعمل الاريني إيسيك أصلا سألت في كذا شركة في كذا معمل ما فيش في زيارتي تلاتة سبعة فنسين مش آريني إيسيك يا دكتور بيعملوا بروتيوميكس بيعملوا بروتيوميكس بس يا دكتور بيعملوا بروتيوميكس بس وإحنا كان سبق لنا تعاملنا معاهم بروتيوميكس لكن لما جينا نتنقل لمرحلة الجينوميكس لأ ما كانش في أي حاجة خالص ولما حتى جينا نعمل المايكرو ما كانش هينفع برضو علشان الريسورس اللي هنعمل معاها مش متوفرة فدي طبعا يعني ما فيهاش لسه اللي احنا مستنينها المشكلة في حاجتين هي التقنية نفسها هي مش هنا يعني أغلب الناس اللي بتشتغل حتى وفي هنا شركات بتعمل بس كتعريف لكن مش تقنية الحاجة الثانية إن حتى لو دي حصلت هتكون بقيتها أمشور يعني إن هي تبقى مش هتبقى في مجال النبات وبالتالي محدش هيقدر يعني يعمل للداتا دي من النبات أو كذا ده في تصوري شخصي وارد أكون مخطئة يعني بالنسبة لأن هي هنا أو برا هي برا بمبالغ طائلة ولما جيت كنت مسافرة برا وحاولت إن أنا يعني أسأل على أساس إن حتى لو حاجة أقدر إن أنا أحوش عندهم المايكرو وعندهم حاجات بس برضو الشيب نفسها تتكلف والكيميجاز نفسها وقتها من 2016 كانت بـ 250 ألف جنيه فدلوقتي يعني هتبقى بكيم فكانت كل الحاجات دي في النهاية قدت إلا أني أنا بما أن مش قادرة أن أنا أشتغل التجربة دي مع جروب أو أقدر أشتغلها أنا حتى لما عملت الأناليسيز وأنا في إنجلتورة أنا اشتغلت على داتا متاحة لأن الفيلوشيب من البعثات ما كانتش ممولة وبالتالي في النهاية أنا بعمل أناليسيز للداتا المتاحة على الداتا بيز دلوقتي الـ RNA بتاعتها متاحة على الداتا بيز تقدر يتنزلي رو داتا وتعمللها أناليسيز أنت بنفسك بس لو لقيت الكونديشنز اللي أنت بتدوري حد عنده أي سؤال يا جماعة بس دكتور أشرف أنوة أن مش كل الوراسة جينوم ويد أسوتيشن ومش كل الفيسيولوجي بروتيوميكس يعني إحنا برضو نقدر نعمل شكل كويس من غير ما نعمل جينوم ويد أنا عارف يعني يعني عارف اللي خدوا الخبرة دي واستمتعوا بيها بيبقى صعبان عليهم ما يكملوش فيها لكن يعني نشتغل دي ودي ونتعاول مع فريق أجنابي ونعمل ويريت يعني الدولة تسمعنا وتعمل سنتر للجينوميكس بحيث أن إحنا بدأ ما نبعث نعمل سيكونس في توريا ولا شركات خاصة ولا معهد سبعة وفنسين يبقى على أقل المجلس الجامعات ليه سنتر في أي جامعة أو في القاهرة وتخدم على كل الناس والله يا دكتور أنا مع حضرتك جدا في كل اللي حضرتك قلته بالنسبة لأنواع الأبحاث وطبعا مش كل الأبحاث بس جينو مويد هنلسل بقيت الأبحاث بتاعتي طبعا حضرتك شفتها كانت أنواع مختلفة لأن دي بالحقيقة بتاخد وقته مجهود وتركيز كبير جدا ويعني هي يعني مش سهلة يعني فلما بنلاقي فكرة تانية بنعملها جنبها أنت شطرة مبتهدة وفي أي حاجة هتسد ضمياطية يعني ما شاء الله بنخليك يا دكتور شبرا يا دكتور وبالنسبة لأن السنتر يبقى ياريت لو في سنتر بس مش بس للجينوميكس أنا دايما كنت بأحلم وقلتها كتير إن نفسي في سنتر فور بلنت ساينس زي اللي أنا كنت فيه في اليدز كان بيضم علوم مختك بيضم علوم مختاق يعني تخصصات مختلفة هي هو يعني أقدر اللي بيشتغل موليكلار بيولوجي بيشتغل فيه اللي بيشتغل جينوميكس اللي بيشتغل إبي جينوميكس اللي بيشتغل الفيسيولوجي اللي بيشتغل الانزيمولوجي اللي بيشتغل في السيلول والديفلوبمنتال بايولوجي في كل التخصصات بكل التولز فاللي عايز البحث الصح اللي هو بيجمع او بيوظف العلوم المختلفة وبيربط بينها عشان يطلع بكونكولوجين ومعلومة فعلا مفيدة مش بيركتز عن حاجة كل ما عمل فيها جهاز بيجمعه نفسه في انتردسلين الابروتش ويعمله على الفكرة احنا في حلوان عندنا كلية الدراسات البيانية وعندنا فكرة ان احنا نعمل مراكز بالتخل والجامعة بس ما عرفش ليه مش ماشي لكن لكن طبعا انت بحطرني الله احفظكم طب ماشي احنا اتكلم اكتر من كده اي معانا شرفنا الدكتور العلي القبلاوي كمان احنا سعاداء النهاردة ببقى حركة معانا كتر عالم الله يبارك فيك استاذنا دكتور عشرف يعني انا بشكر اللجنة المنظمة حقيقية وكلكم واستاذنا دكتور عفتاح دكتور عشرف ودكتور وفاء المجموعة دكتور ساني حقيقي يعني المحاضرة رائعة وشيقة واستمتعنا كلنا بيها واعتقد ادت لكل المبادئ الاساسية للموليكل الاربيولوجي بشكل عام والتطور فيها ويمكن النقاش الاخير اللي انا كنت عايز اعلق عليه دكتور عفتاح يمكن اشار اليه ان احنا ليه ما نعملش يعني يعني واحدة تكون زاتة طابع خاص بفيز قليلة جدا تتبع البحث للمجلس الاعلى للبحث العلمي او اكاديمية البحث او طفر يعني جهة تكون عليا في الدولة بتكون تشرف على كل الجامعات وبتمد الفاسيليتز دي كلها انا اعتقد ان احنا محتاجين مثل هذه الوحدة لكل الاميكس جينوميك ترانسكريبتوميك ميتابولوميكس كل الحاجات بروتيوميكس الحاجات اللي هي اللي هي حقيقية محتاجينها في كل التخصصات وده اللي بيدعوني اساسا ايضا ان احنا المفترض كلنا في الدراسات دي تكون جزء رئيسي يعني بتوع الفيزيولوجي بتوع الايكولوجي علشان نعمل الانتربريتيشن للديتا انا بشايف ان الموليكلار تولز دي انا شايفها تولز وليست التيميت جولز هدف حد ذاته انا شايفها ان هي تولز عشان تعمل لنا انتربريتيشن للزواهر المختلفة اللي احنا شايفينها يعني زي ما الدكتورة وفاء اشارت فيه فينوتيبك بلاستيستي عالية جدا ما بين يمكن افراد النوع الواحد how to understand اللي هي الحاجات دي حصلت ايه الـ الـ هل احنا رايحين الـ انتاج نوع جديد ولا لا زواهر اعتقد ان ده لو حصل وخاصة في وجود وحدة زاتة طابع خاص بي يعني هنقدر نقول بي فيز قليلة جدا لان يعني ما فيش لا يخف على احد مستاذ الجامعة دلوقتي او حتى معظم الجامعات في مصر ما عندهاش فاند علشان خاطر تصرف على بحث بشكل ده فالمفترض ان الدولة وهي مهتمية بالامور دية يكون لها دور ويعني اريت نشوف محاضرات كتير من الشكل ده شكرا شكرا دكتور كذلكم الله خير معنا دكتور احمد عطالة فضل دكتور احمد افتح من عندك دكتور السلام عليكم وحبت الله وبركاته وعيكم السلام وحبت الله دكتور احمد عطالة بيت شريبا كيمستري وكنت بصدق في جامعة ستوني بروكل طب في امريكا الحقيقة انا سعيد جدا جدا بكم النهاردة وبجد انا بشكر لجنة المنظمة جدا على البرزنتيشن الجميلة انها دعت الدكتورة هبة بجد يعني الدكتورة هبة فعلا محاضرة متميزة وانا بشكر حديقة على تنظيم وسهول العرض شكرا بجد يعني فعلا يعني مش عايز اقول انا على مدار 4 سنين في امريكا يمكن الدكتورة هبة لخصت اغلب الشغل اللي احنا تعلمنا ده خلال نص ساعة فده شيء هيل جدا يعني وفعلا كان المحاضرة يمكن انا عشان كنت بعيد شوية عن البوتني فما كنتش متوقع ان الحاجات دي برضو بالسيدز والبلاند فيسيولوجي والحاجات دي فبجد انا استفدت جدا وبشكر حضرك جدا على المحاضرة الهايلة دي هو بس سؤال بسيط جدا يعني كنت حضرك ذكرت ان احنا بنعمل للملوك بتاع البروتين ممكن حضرك تقول بس اللي حضرك بتستخدم ها في حاجة زي كده بروت برامتر على حضرتك عارف الداتابيز اكسباسي اه تمام في طول اسمه بروت برامتر اللي هو اختصار بروتين برامتر حضرك لو كتبت بروتين برامتر برامتر بس واكسباسي كده على جوجل حضرتك ممكن تدخل عليها او حضرتك ممكن تدخل عليها من اللينك اللي موجود في حلوة حلوة اشكر من حضرك ويركشوب متخصصة اكتر في الحاجات دي ياريت يكون هايل وبشكر لكنا المنظمة وشكرا حضرتك جدا دكتور هيبة كتير خير ان شاء الله دكتور هيبة احنا ناخد من حرك النص خمسين في المية في ايه عايزين ويركشوب وعايزين حاجات ايبقى انا مش شطرة في كده يا دكتور لو كده كنت عملت من اول ما رجعت من انجلترا انا مش شطرة في كده خاضص خاضص رهيبة شطرة لان هي لما قدمت شغلها في المياه دايما كان شغل المتميز وده اللي لفت انا تعرف اعرف ولم تابع اولادنا يعني في الوصولين وانت تستحق دعوة منا ودعوة من ناس اكتر كمان ربنا يخليك يا دكتور شكرا لدينا شرف لما رحت لديتز ثلاث مرات اتعلمت اناكوة ازاي ما الدكتور عامل عطالة قال يعني انت لخصت موضوع ناس بتاعد تتعلم بس انت دراستي بتدريب ومرتين مهمة علمية فعرفت تحضري وتقدمي للناس هو الحقيقي يا دكتور يعني انا في كل مرة رحت انا تعلمت حاجة بالنسبة للجينوم ويد فما كانش كله يعني ما كانش كل اللي شرحته ده اللي عرفته في انجلترا انا كملت من بعدها كمان انا فعلا مهتمة ودايما بحاول لغاية دلوقتي اتعلم حاجات جديدة ولسه في حاجات انا بتعلمها دلوقتي وده اللي يمكن بيخليني بطيقة شوية لان انا شايفة ان هو انا لازم اتعلم علشان انا بدار رسل ناس ولازم اعلمهم فهي دي مهمتي اللي انا بتتمي بيها بالاضافة للريسيرش يعني هو مش هو بس كل حاجة فهو ده اللي بعمل والحاجة التانية ان يمكن انا فعلا اتقالتلي من اليسون ومن اندرو كومينج ان انا في ست شهور عملت فل بي اتش دي سيسن يعني انا كنت رايحة هناك في الفترة بتاعة الست شهور اللي هي المهمة التانية لان طبعا اول مهمة دي كنت وكنت بعمل وكان باستخدام حاجات يعني اول مرة كنت اشتغلها وكنت بتعلم وكان حاجات مش بصورة رسمية ولكن المرة التانية انا فعلا لما اتعلمت حاجات انا ما ضيعتش وقت خالص وهم قالوا لي كده انتي قعدت ست شهور عملت فيهم فل بي اتش دي سيسز كانت ناس هنا بتقعد تلات سنين بتعملها برغو من انا يعني كنت وضعت في الاجازة دي في الفترة دي وكده يعني بس الحمد لله الحمد لله شكرا طيب في اي حد عنده اي سؤال يا جماعة اي سؤال في الساعة تسعة كلا تمام لو في سؤال طيب ما فيش حد رفع ايده ما فيش حد عنده اي سؤال ممكن ننوه عن المحاضرة الجاية كتور وفاق كتور وفاق كتور وفاق معنا انا مش شايفها تخيل اي ده ممكن خرجت ولا اي عليها يا بكتر اه لا ممكن يكون النت قطعا ده ولا حاكي فيه وفاق يا مجل على الواطس اه طيب مجل على الواطس هو الحضرة ايوة الدعوة انا مش شايفها انا مش شايفها فلكن هي هنا موجودة اعتقد انها موجودة هنا انا مش شايرها من شوية انا مش شايرها اللي هي دي يا فندم ايوة اي هي دي طيب اولا نشكر الدكتور هيبع المحاضرة الجميلة الشيقة جدا 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 وكمان اسلوب الهادي المتمكن فجزاك الله خير وان شاء الله زي ما اسمعنا من جميع اولا العدل النهاردة كان مكتمل واحنا الفول كبست عندنا مية للأسف طبعا اللي كان بيخر ومكان شارع فيه رجع تاني عدل كمية طول معظم المحاضرة فجزاك الله خير واحنا استفدنا جدا جدا محاضرة المحاضرة بجيش الله تعالى هتبقى المحاضرة السبعة في الموسم الخامس والمحاضرة مع الأستاذ الدكتور ريهام نادا وأستاذ الوراثة قسم النبات والمايكروبيولوجي وكورة علوم جامعة الدميات كده دميات تكسب كده يا دكتور سامي كده المحاضرة بعنوان التحسين الوراثي لجفاءة استخدام المياه أنا بس الدكتور اللي كان موجود من كندا لأسف عشان نختار الوقت ده يعني الوقت صعب جدا 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 لأننا احنا طبعا اخذنا ناس من قطر والإمارات بنا بينهم ساعتين فالساعة ناك دلوقتي 11 وقعد متابعنا دلوقتي الساعة 11 فلو قدمنا أو أخرنا عن كده بتبقى موضوع مشكلة شوية فمعليش احنا نتحمل بعض وكده كده للمحاضرات بالفضل الله بتنزل على القناة بتاعتنا وكمان موجود على اليوتيوب فمعليش سامحونا لأن المعادة يبقى صعب جدا تغييره ونقش نشوف لعل نجد مجاعد يكون أفضل إن شاء الله تعالى وأنا نشكر للجميع دكتور بدر تعقب بقول حاجة لا أشكرك جدا دكتور بشكر سادة وانا ألتقى على الخير ده إن شاء الله تعالى شكرا 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته